اشتركوا في القناة مع الاسكوا اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا والمركز الاقليمي للطاقة المتحدة المتجددة وكفاءة الطاقة اسمي روبيرتا جوادريل وأعمل في الوكالة الطاقة الدولية عندنا بعض المعلومات اللوجستية هذا اجتماع افتراضي فحسب وسنسجل المجريات يعني كل ما يدلي به المشاركون سيتم تسجله هناك ترجمة بالفرنسية والعربية ويمكنكم طبعا اختيار اللغة بالنقر على زر في اسفل الشاشة نوصيكم بإغلاق الميكروفونات خلال الورشة يمكنكم ان ترفعوا اليد الافتراضية او يمكن ان تسجلوا السؤال في نافذة كيو اند اي في اسفل الشاشة ايضا الآن سننظر في جدول الاعمال اولئك الذين حضروا تدريب الاحصاءات منذ فترة ستجدون اننا هنا سنخد في التفاصيل ونتعمق في المواضيع سننظر في اساسيات الاحصاءات وسنتطرق الى عددا من المواضيع الاخرى اعطي الكلمة الآن للمتحدثين للكلمات الافتتاحية السيد نيكولاس جونسون وثم السيد نديم ابي اللمع الذي يعمل ايضا في الوكالة من الاسكوا ستتحدث السيدة وفاء ابو الحسن وهي الرئيسة قسم الاحصاءات الاقتصادية ثم السيدة نادية تشيوك من المركز القليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة شكرا نيكولاس الكلمة لك تفضل مرحبا بكم جميعا يشرفني ان افتتح هذه الورشة اعرف ان الكثيرين من بينكم قد شاركوا في بداية الاسبوع بورشة الاحصاءات في السادس والعشرين كان ذلك في الاسبوع تدريب السادس والعشرين ولكن هذه اول دورة تدريبية في منطقة ميناء يعني الشرق الاوسط وشمال افريقيا وانا سعيد بهذه الفرصة اشكر كل الشكر الدكتور ابو الحسن وناديا شيوك على تعاونهما في تنظيم هذه الدورة هذا امر له اهمية كبيرة لدى وكالة الطاقة الدولية ويسعدني كذلك ان هناك مشاركة من اكثر من خمسين مستخدم ومصنع للطاقة هذا هام جدا هناك الوزارات كل هذه الفعاليات لها دور في دورة البيانات نحن في وكالة الطاقة الدولية نركز على الربط بين البيانات والسياسات الجيدة دون بيانات جيدة لا يمكن صياغة سياسات جيدة وبالنسبة لنا فان الاساس يكمن في البيانات والاحصاءات وجودتها نعمل مع اكثر من مئة وخمسين بلدان في انهاي العالم ولكننا نركز على منطقة ميناء لعدة اسباب اولا هذه منطقة لها اهميتها في مجال انتاج واستهلاك الطاقة ولها دور محوري على الصعيد العالمي ثم هناك الكوب 28 الذي سينعقد في الامارات العربية المتحدة وبالتالي هذه الورشة التي تنعقد قبل شهرين من مؤتمر الكوب تأتي في اوانها ثم هناك شركاء بلدان شريكة في المنطقة ضمن اسرة وكالة الطاقة الدولية لدينا علاقات وشراكات في كل انحاء العالم والفكرة هي توسيع عضوية الوكالة في المنطقة لدينا علاقات تشارك مع مصر والمغرب طبعا نحن نعمل مع كل البدان في المنطقة منطقة ميناء من اجل تعزيز جودة البيانات وإصدارها في اوانها وتأمينها لصناع السياسات لكي يستطيعوا وضع سياسات فاعلة وناجعة لتحقيق الانتقال الى الطاقة النظيفة منطقة ميناء تواجه عددا من التحديات الازدياد في الطلب الاشكاليات البيئية وديناميكية السوق هذه احدى مناطق العالم الاكثر تعثرا بالتغيرات المناخية وهذا يشكل ضغط على الطلب وخاصة في ميدان التبريد هذا امر او من الضروري بالنسبة لنا ان نرى هذه الورشات انها في اتجاهين ليس فقط نحن نقدم لكم معارفنا وانتم ايضا تتحاولون معنا لكي نرى كيف يمكن تحسين البيانات على المستوى الاقليمي لكي يكون هنا لكي يكون نظام العالمي اكثر فاعلية هنا اركز على اننا نرى هذه الورشات على انها في اتجاهين من شارك في تدريب بشأن الاحصاءات ادركوا ان الفكرة هي ان نجعلكم في تواصل مع الاوساط الاحصائية في كل انحاء العالم حيث نساعد كل البلدان في تأميني البيانات للاستناد اليها في تصميم السياسات نقطة اخيرة اود تشديد عليها مرة اخرى اود ان اشكر الاسكوا لجنة الاقتصادية والاجتماعية لمغاربة اسيا والمركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على حسن التعاون لدينا شراكات مع البلدان الفردية ولدينا تواصل ولكن ايضا من خلال هيئات وذلك لضمان توسيع التواصل وان لا يكون هناك ازدواجية في الجهود اعطي الكلمة الان لنديم ليعطي فكرة عن هيكلية ورشة العمل وايضا سنصغي الى الشركاء في تنظيم هذه الورشة نديم تسمعونني نعم حسنا اشكركم جميعا وشكرا لنيكولاس ولروبرتا ونشكر كل المشاركين في هذه الورشة التدريبية وخاصة في السياق الصعب في المنطقة نعرف جميعا ان الطاقة عنصر اساسي في التنمية الاقتصادية والبيانات والاحصاءات لها دورة يعني هنا في هذه الدورة سنقدم اذا معلومات بشأن البيانات وطبعا نود ان يتم طرح الاسئلة لكي نرى التحديات المحلية من حيث هذه الورشة هناك اربع عروض تغطي الاساسيات في الحصاءات على الصعيد الوطني والاقليمي لدعم الحصائيين الوطنيين للنهوض بممارساتهم بالتعرف على الممارسات الدولية هذه الورشة باتجاهين فرديا وبين المؤسسات والهيئات المختلفة لقد حضر بعض منكم دورة الاحصاءات في بداية هذا الاسبوع وتعرفون ما هي الفوائد من التعاون بين دول الجنوب وايضا التعاون بين الاقاليم لان التحديات مشتركة توفيرا للوقت اتمنى لكم كل التوفيق في هذه الدورة ولا تترددوا بالمشاركة بشكل فعال شكرا الدكتورة وفق ابو الحصن هل تسمعون انا نعم نسمعكم في البداية الاسكوا هي اللاجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا عذروا المترجم الصوت سيء جدا نشكر وكالة الطاقة الدولية على الفرصة المتاحة لمنطقة ميناء كما ذكرى نيكولاس ونديم منطقة ميناء لها اهميتها الدولية اذكروا المشاركين الذين انضموا الى عدة دورات تدريبية هناك عدة مشاريع بشأن الاحصاءات والبيانات هناك مشروع 2011-2014 واستطعنا تنظيم دورات تدريبية بشأن احصاءات الطاقة في عمان ودورات تدريبية ايضا في ابو ظبي استضافها مكتب الاحصاءات ودورات وطنية في اليمن مصر ودول اخرى ثم هناك البنك الاسلامي للتنمية الذي دعمنا في التشريع بشأنه عدة امور مصر الاردن وفلسطين تم استهدافها لتأمين قاعدة لتقييم احصاءات الطاقة اعذروا المترجمة الصوت سيء جدا نحاول قدر الامكان هناك ايضا اهدف التنمية المستدامة واستطعنا تنظيم دورات تدريبية في لبنان في 2017 خلال تلك المشاريع حاولنا تأمين مواد تدريبية طورتها وكال الطاقة الدولية والاسكوا المواد التدريبية بشأن احصاءات الطاقة والمحاضرات كلها ترجمت الى العربية وتما تأمينها للمشاركين لكي يستفيدوا منها مواد اخرى ترجمناها هي توصيات اه اه الدولية للحصائيات الخاصة بالطاقة وحسابات الطاقة ايضا واردنا الربط بين الاحصاءات والطاقة هذا في اجتماعاتنا من الضروري ان يكونون لك المنتجون والمستخدمون في هذه الدورة تحديدا اقترحنا اضافة الجلسة بشأن بيانات الطاقة من المجال في المجال التجاري اعذروا المترجمة الصوت سيء جدا الآن الفكرة هي ان نعمل على التفاصيل واردنا ان يكونون عليك عرض بشأن تطبيقات التكنولوجية لتقدير الطاقة الشمسية والبيانات الجغرافية المكانية نتمنى لكم كل التوفيق في هذه الدورة شكرا جزيلا لوفاء الكلمة لسيدة نادية شيوك من المركز القليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة نادي الشيوخ مديرة التعاون الدولي في المركز القليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يسعدني ان اكون معكم اليوم لهذه الدورة بشأن بيانات الطاقة في منطقة ميناء الشركاء هنا وكالة الطاقة الدولية والاسكوا نشكرهم على هذه الفرصة لتعاون معا كما تعلمون الطاقة تلعب دورا محوريا في النمو الاقتصادي سيد جونستون قد اظهر أهمية أهمية البيانات الدقيقة والمعول عليها في إدارة السياسات الطاقية وهو أمر يكتسر أهمية تبيرة المركز القليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة هو مؤسسة دولية حكومية تهدف إلى رفع الكفاءة الطاقية في المنطقة وهلها شركات مع الحكومات الأقليمية والمنظمات الدولية لإطلاق حوار سياساتي واستراتيجيات وبناء القدرات في مجال الطاقة النظيفة في منطقتنا واليوم يسعدنا أن نتشارك مع وكالة الطاقة الدولية والإسكوا للنهوض بالمعارف في ميدان بيانات الطاقة في هذا السياق أنتعز هذه الفرصة لتقديم تقريرنا الذي صدر مؤخرا إذن مؤشر الطاقة المتجددة هذا التقرير يتابع التقدم المحرس في أداء دول العربية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وثم هذا أيضا بالتعاون مع وكالة اليون دي بي الأممية وهي أداة شاملة تقدم الكثير من العبر لدول المنطقة فيما يتعلق بسياسات الطاقة المتجددة وهكذا يشمل هذا الركائز الثلاثة للطاقة المتجددة ويسمح هذا التقرير كذلك بتقييم التقدم المحرس في عشرين بلد عرب كما يجتمل على مجموعة من المؤشرات المركزة على الجوانب بعد منها الاستثمار والبيئة والتنمية المستدامة وهذه ستكون حكما أداة هامة لدول العربية في المنطقة وأنا أدعو كل المشاركين في هذه الدورة التدريبية إلى الإطلاع على هذا التقرير وهذا عرض وجيز لهذا العمل في كلمات معدودات وأمل بأن المشاركين كفا سيستفيدون أيضا من هذا العمل كما أن أدهم كذلك إلى المشاركة الفعالة والفعالية في النقاشات التي ستتم أثناء التمارين هذه الدورات التدريبية أو الجلسة التدريبية وشكرا أشكرك السيدة نادية شيروخ ونحن بالفعل في الوكالة نتطلع قدوا إلى متل هذا أتعاون الهم المقامي مع مؤسستكم وأود مرة أخرى نتقدم بكلمة الشكر إلى كل من أخذ الكلمة أثناء هذه الجلسة الافتتاحية وأن نعطي الكلمة إلى كرم وذلك لأن سيد كرم كان يود أن يحصل على بعض الشروح الإذن أشكرك روبرتا لقد قمنا بإعداد هذا البرنامج وكذلك ببرنامج هذه الجلسة وسوف نستخدم خلالها مسحاً وبإمكانكم إذن نستخدم الولوج المسح من خلال هذا النوع الإلكترونيك ما مبين على الشاشة أو من خلال استخدام الكوير كود وستحصل لنا إذن كل التعليمات وبإمكانكم الحصول على الكود الخاص بالعروض ونحن نودون نعرف أيضاً من أين نضم إلينا المشاركون وهكذا فنحن لدينا إذن رد أول فنعرف أن هناك مشاركون من لبنان الإمارات العربية المتحدة أما فيما تعلقوا بالكودة والشفرة فهي 48786728 وهناك كذلك مشاركون من تونس وعمان الجزائر عمان باريس بالإضافة للومان المتحدة سؤال التالي كما تعرفون فلقد أعدت الوكالة الدولية للطاقة دورة تدريبية خاصة بأحصائيات الطاقة عقدت بين الثاسع والحاد عشر من أكتوبر ودون أعرف من منكم شارك في فعالية هذه الدورة برمتها أو جزء منها ونرى بأن هناك أيضا مشاركون أربعة شاركوا في الأيام الثلاثة من هذه الدورة التدريبية وهناك كذلك مشاركون لم يستفيدوا من هذه الدورة كليتا وهذه معلومات ستفيدنا أيام إفادة سؤال أخير نودون أعرف ما هو الدور الذي تطلع به في المؤسسات التي تعملون في الوقت الحالي ونحن بانتظار الردود ترجمة نانسي قنقر محلل في شؤون الطاقة وكذلك متدربة في شؤون هندسة الاستدامة مدير باحث مساعد وهناك من يعمل في مجال البيانات أخصائي في الإحصاء ومن يعمل كذلك مجال إحصاء البيئة وإحصاءات البيئة والطاقة ويبدو بأن هناك إذن أخصائيين في كل هذه المجالات وإليك الكلمة روبرتا أشكرك كريم ونود أن نذكرك المشاركين نود أن نذكر المشاركين بأن هذه المنصة بلاتفورم تحتاج إلى استخدام هذه الشفرة والكود التي سبقوا بينها على الشاشة وندعوكم إلى تعرفي على هذه المنصة وكذلك الموقع على الإنترنت وبعد قولي هذه أود أن أفتتح أعمال هذه الجلسة التدريبية والشقة الأول منها المتعلق بموضوع بلغ الأهمية وهو الأساسيات الإحصائيات الطاقة وميزانيات الطاقة وعلينا أن نتأكد بأننا كلنا نستخدم نفس المفاهيم والمصطلحات الخاصة بإحصائيات الطاقة وسوف أدأ أيضا السيد نيكولا دراقي من الوكالة وكذلك السيد مركز النوفوس من الوكالتها لتقديم العرض الخاص بهذا الجزء الأول سوف أبدأ إذن بمشاطرة شاشتي وأملي بأنكم تستطيعون رؤية هذه الشرح كفا وأقدم نفسي أنا نيكولا دراقي وأنا خبير في شؤون الإحصائيات التقديم هنا في الوكالة وسوف أقدم هذا العرض الأول بمعية زميل السيد مركز كاسانوفوس وبعد ذلك سوف تكون لنا إذن أسئلة وأجوبة وتمارين وسوف نشير في البداية إلى التوصيات الدولية الخاصة بإحصائيات الطاقة وهي خطوط إرشادية عادتها الأمم المتحدة وخاصة اللجنة الإحصائيات تابعة للأمم المتحدة وهي تمثل أيضا إطارا شاملا لأحسائيات الطاقة تقدم لنا التصنيفات والوحدات والمنهجيات في خاصة ما تعلق بجمع البيانات وهكذا فتسعى هذه الخطوط الإرشادية إلى تأكد من أننا نستخدم نفس المفاهيم وسوف أقوم أيضا هنا بالتركيز على بعض هذه المفاهيم وهناك التعريف لمنتجات الطاقية وهي أيضا كل أشكال الطاقة القابلة للإستخدام المباشر والمنتجات الطاقية التي تدخل تحت نفس التعريف والتي تنشأ نها أن تبحث تكون مصدر ثاقة عندما تخضع لعملية كيميائية أو أي عملية أخرى بمفادة لك عملية الحرقة ثم أنك تتفقات الآثاقية أي الأنشطة المختلفة التي طالبها الفاعلون في مجال الاقتصاد على الصعيد الوطني في مجال الإنتاج والاتجارة والاستخدام وكذلك الإنتاج المنتجات الطاقية وتوزيع تلك المنتجات أما في تلقى بالإحصاءات الطاقية فهي تتم لتشمل مجموعات مختلفة من المنتجات الطاقية ولنقول بأن كل هذه المنتجات سوف تخلق ذلك في الميزان الطاقي أي ذلك الإطار المحاسبي لجمع البيانات الخاصة بكل المنتجات الطاقية التي تدخل أو تخرج أو تستخدم على الأراضي الوطنية وكما ترون هنا فهذا إذن مثال على هذا الميزان ميزان الطاقة وهي مصفوفة تقدم لنا إذن مختلف المنتجات والتتفقات وهناك أعمدة وستجدون إذن ميزان الخاص بالمنتجات والسلع في الأعمدة وأما في الأسطور فستجدون إذن البيانات التي ترمز إلى تتفقات الطاقة عبر مختلف المنتجات من عملية التزويد والتحويل أو الاستهلاك النهائي وهكذا فنأخذ فكرة عن العلاقة ما بين مختلف المنتجات ثم هناك مسألة هامة فيما يتعلق بهذه المنتجات فنحن نود أن نتأكد من أن كل هذه المنتجات يتم تقدمها في إطار وحدة طاقية قبلة المقارنة وهكذا سوف نتمكن من احتساب جميع الطاقة وبالتالي فعندما ننظر إلى مثل هذا الميزان نحصل أيضا على معلومات على حال الطاقة في البلد وهذا الميزان يتم توزيعه على ثلاث كتل الكتلة الأولى تعنى بالتزويد وثانية فهي تخص التحول أو إنتاج الثاقة ثم الاستهلاك النهائي وما بين الكتلتين الأخيرتين نجد أطبال فلننظر الآن إلى أهم التدفقات في هذا الميزان ولننظر أيضا إلى الإنتاج أي الكميات التي داخل إبلاغناها في هذه التدفقات هي تلك الكميات التي تفضلت بعد سحب كل ما يمكن بعد سحب كل ما استهلاكه أثناء عملية الإزالة أو تنظيف المنتوج وهكذا نحصل إذن على بايرات تخص الإنتاج النظيف أو القابل للإلبا وفيما يتعلق إذن بالتعب والغاز الطبيعي أو البترول فهذا الأمر إذن نخص عملية الاستخراج في حقول الغاز والنفط ثم هناك كذلك كما أن نرغز كذلك إلى الغازات التي تم إذن حقها أو إعادة دخها أو التي تسربت ونعرف هكذا إذن ما هي الكيميات التي تم إنتاجها خلال استخدامنا لهذه المعيدات أما فيما يتعلق إذن بتصنيف ما يسمى بالكوندنسات فنحن نعرف بأن البترولي الخام يتضمن إذن هذه المادة الكوندنسات المستخدمة في المأخوذة من الحقول أو التي تم استخراجها من النفط الخام وهذا ما نرى إذن على صعيد الحقل أو على صعيد المصانع أما فيما يتعلق بالصناعة فمن الأهمية بمكان أن نحدد ما هي حدود هذه التصنيفات فهناك إذن الواردات أي منتجات الطاقية التي تدخل البلد لغرض الاستهلاك المحلية ثم هناك الصادرات أي تلك المنتجات الطاقية التي يتم إنتاجها محليا والتي تترك البلد ولقد قمنا باستثناء هنا كل ما له علاقة بالتراجد فعندما يقوم بلد إذن باستيراد الخام لعادة تستيره في نفس الكمية فذلك هذا لا ينبغي أن يدخل في ميزان الطاقي لذلك البلد وسوف نعطيكم إذن بعض الأمطلع ما يمكن أن يحدث فنحن نعرف بأن هناك حالات حيث قد يكون هناك قد تكون هناك حالات عدة تترؤوا في نفس البلد وعلينا أن نتبين وإن لم تكنوا تعرفوا دعون دائما إن كان عليكم أن تسجلوا مثل هذه الحالات وإمكانكم الاتصال بنا وترحكم لاستفساراتكم فيما يتعلقوا إذن وهناك استناء الغاز الطبيعي المسيل وهناك البلد المنشأ وهو البلد الذي لم ينتج في ذلك الغاز ولكن الذي تم إعادة تحويله إلى غاز فنحن نعرف بأن هناك غاز طبيعي يستخرج ويسيل وبعد ذلك يتم تصديره إلى بلد الذي سيقوم بتحويله إلى غاز مرة أخرى وبعد ذلك سيقوم أيضا بتصديره والوجهة ستكون بالتالي هي البلد الذي سيتسلمه أي البلد الجيم ثم هناك الكهرباء والحرارة فالتجارة التي يتم تشيله هنا تستند في ذلك الحالة إلى الحدود أي إن تم نقل هذه المنتجات الطاقية عبر الحدود أم لا ولنهتم هنا أيضا بالمنشأ أو المجهة وبالتالي فهذه الأرقام ستشمل كل العمليات التجارية بما في ذلك الترانزيت لنأخذ مثال لسركة فرنسية اشترات الكهرباء من منتج أو مولد الكهرباء في البرتغال وبالتالي فالمنشأ هو البرتغال والوجهة النهائية هي فرنسا ولكن هذا الكهرباء سيتم أيضا تصديرها عن طريق إسبانيا وعلى إسبانيا أن تشجل كذلك تلك التدقوات ما يهمنا؟ ويهمنا كذلك ما يسمى بالـ مستردعات الدولية للبحرية والطيران وميزان النفط لهذه المستوعات وهذه معلومات بلغت الأهمية ومن الأهمية بما كان هنا أن نحدد إن تم استهلاك تلك المنتجات على المستوى الدولي أو القطري وهذا ما يمكن حسمه وتحدده بحسب إذن الميناء أو مطار المغادرة أو ميناء أو مطار الوصول وبالتالي فهذا لا يتعلق إذن بملكية الشركة الطيارة التي تنظم هذه الرحلات وهذه إذن أمور يمكننا عكسها في الميزان في كل ما له علاقة بالتدفقات أما فيما يتعلق بكتلة التحول أو التحويل أود أن نذكركم إذن بالاتفاقية الهامة تم توقيع عليها فلقد كل ما له علاقة أيضا بعملية التحويل يتم الإشارة إليه بطريقة سلبية أو ككمية سلبية فعندما تكون المدخلات إذن هي الغازة الطبيعي ويتم تحوله لإنتاج الكهرباء وبالتالي حال هنا ترون إذن الإجمال الكهرباء الذي تم إنتاجها ثم في الجزء الخاص بالتحويل سوف نرى إذن بعض الكميات بأرقام سلبية وهذا يشير إذن إلى الطاقة التي تم استخدامها في عمليات التحويل وعلينا أن أن نميز ما بين وهنا نود أن نقدم لكم إذن لترجع الخام أي الكهرباء التي يتم إنتاجها ولكننا نعلم بنوكل كميات الطاقة التي يتم إنتاجها لا تنقل دائما فالجزء من هذه الطاقة يتم استخدامها لأغراض التشغيل كل المعيدات في مصانع توليد الطاقة ولإنتاج كذلك لخدمات التدفئة وبالتالي نبينه إذن هنا أو نفصل ما بين الإنتاج الخامي والاستخدام الذاتي أي الكميات الطاقة التي تستخدم في مصانع الإنتاج وتوليد الطاقة هناك كفاءات التحويل هنا نقوم بها لكي نتأكد من أن البيانات منطقية نعلم إذن أن الكفاءة هي المخرجات مقسومة على المدخلات وبالطبع في حساباتنا وهذا يعتمد على تكنولوجيا المعتمدة وغيرها على متغيرات أخرى وبالطبع هناك بعض الأمور التدقيقية التي يجب القيام بها لتأكد من الكفاءة هناك بعض القواعد التي علينا احترامها بالطبع فهي أن الكفاءة التي تتخضى المئة بالمئة هي نسبة غير منطقية وبالطبع كما تكرنا هي تعتمد على تكنولوجيا على عمر المعمل على الفيول المستخدم وعلى أيضا الكفاءة التاريخية لهذا المعمل لنعلم ما إذا كانت هذه البيانات التي توصلنا إليها منطقية ومتصقة أو كلا ونرى هنا مثلا بسيطا على عملية تحويل الكهرباء حيث يتم استخدام نوعين من الفيول ألف وبا أو كميتين من الفيول ذاته وسي جيم لنشير بها إلى الكهرباء هنا نتحدث عن التحويل عملية تحويل مهمة لدول منطقة الميناء وهي ما تحصل في محطات التكرير لدينا إذن النفط الأولي والثانوي والذي نضيف إليه منتجات النفط الثانوية لنحصل على الأحصاءات بالطبع هناك بعض الخسائر التي تحصل خلال العملية وهذا يعني أنه عادة عملية أو ما تأخذه عملية التكرير هي أكبر من جمال المخرجات ولكن هذا يعتمد على الوحدة التي نستخدمها لجمع البيانات مثلاً إن وحدات الكتل ووحدات الطاقات وهناك وحدات الأحجام أيضاً وبالتالي النتيجة تختلف ففقاً للوحدة هناك أحياناً في بعض الوحدات حيث نستطيع أن نحصل على إضافات وأحياناً يكون هناك لصس أو خسائر إذن منتوج التكرير كما ذكرنا مخرجات التكرير نقسمها بمدخلات التكرير وهذه المؤشرات علينا أن نرصدها إذ إنها تشكل طريقة مهمة للتأكد من الجودة مثلاً إن الليلد أو النتيجة تغيرت كثيراً من دون تحفزات واضحة هذا من شأنه أن يشير إلى أن جمع البيانات يفتقر إلى بعض المواد أو إلى بعض الكميات التي نحن بحاجة إليها للحصول على الحسابات الصحيحة فيما يتعلق أيضاً بقطاع النفط نريد أن نسلط الضوء على وضع مهم ووضع معقد أيضاً لإحصاءات الطاقة إذن من ناحية لدينا النفط الخام ولدينا الغاز الطبيعي المسيّل الذين يدخلان في عملية التكرير التقليدية ما يؤدي إلى منتجات نفضية ثانوية إذن المدخلات والمخرجات في هذه العملية يجب أن نتحدث عنها في التدفقات الصادرة عن محطة التكرير في بلوك التحويل ولكن أيضاً من الممكن أن يكون هناك كميات أخرى من المكثفات ومن الغاز الطبيعي المسيّل الذي تتم معالجته أو فصله ما يؤدي إلى كميات أصغر من المخرجات وهي عادةً الغاز الطبيعي المسيّل الإيثان والنفطة أحياناً يساء تقديم هذه المعلومات ولا تدخل في التقارير بشكل مناسب ولكن المهم جداً أن نميز بين هاتين العمليتين وبين المنتجات التي تسهم في عملية الفصل هذه إذن كل هذه المنتجات يجب أن تدخل أيضاً في كل المعلومات المرفوعة مع التكنولوجيا المستخدمة أيضاً نحن هنا إذن نتحدث عن المنتجات الثانوية التي خرجنا بها وأخيراً بعض الأمثلة لنريكم الفرق بين التحويل وبين الاستخدام الخاص بقطاع الطاقة إذن هنا لدينا عملية التحويل الترانسفورميشن ولكن الاستخدام الخاص بالطاقة هو حيث يتم استخدام جزء من مثلاً النتائج أو المخراجات تستخدم إذن من أجل دعم العملية التشغيلية إذن يجب أن يشار إليها على أنها عملية تحويل وبعد ذلك عملية استهلاك والأمر ذاته أيضاً قد يحصل في أفران الكوك حيث هناك بعض مثلاً منتجات المخراجات من أفران الكوك يمكن أن تستخدم من أجل تقديم الطاقة لهذا المعمل وأخيراً وصلنا إلى البلوك الأخير الاستهلاك النهائي حيث نرى إذن الترتيب هنا والتصنيف الذي قدمته لنا التوصيلات الدولية لأحزاءات الطاقة إذن لدينا السكني لدينا الخدمات التجارية وغيرها وأخيراً لدينا الاستخدام من غير الطاقة وعادة البتروكيمائيات هي كيمائيات تتأتى من منتجات النفطية كالإثان والنفطة والغاز الطبيعي وهي تستخدم أيضاً لشتى الأهداف إذن ما يحصل هو أن بعض هذه المنتجات الثانوية الأخرى يمكن أن تستخدم للطاقة ولكن البعض الآخر يستخدم أيضاً كمواد أولية نضعها في معامل البتروكيمائيات وهنا تأتي المخرجات المخرجات هي كيمائيات أولوية إذن لا تدمج في موازين الطاقة لأنها ليست منتجات طاقوية وأيضاً أحياناً يكون لدينا المخرج الأخير من التكرير كمثلاً الشموع والخاس وغيرها وهي أدوات مستخدمة الاستخدامات غير طاقوية وأخيراً نأتي إلى معامل تحلية المياه وهذه عملية مهمة جداً هنا في المنطقة نعلم أن تكنولوجيا متعددة من أجل تحلية المياه يتم الاستعانة سواء بالحرارة أو بالكهرباء لهذه الغاية الآن المشكلة مع تحلية المياه المشكلة مع تحلية المياه اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة شكرا شكرا اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 مئة مليون متر مكعب ثم نقلها تناقلت غاز مكعب الى البلد باء بلد باء لديه مصنع لاعادة تطيير الغاز المكعب وتحويله الى غاز وهو يستخدم خمسين مليون متر مكعب للاستهلاك الداخلي ويرسل خمسين مليون متر مكعب لبلد جيم السؤال هنا ما الذي ينبغي ان يعلن عنه البلدان باء وجيم البلد بيعلن عن الخمسين مليون متر مكعب والبلد سي الخمسين متر الذي يستهلك خيار الثاني البلد بيعلن عن مئة وانصادرات بخمسين مليون والبلد سي يعلن عن الوارد الاستيراد خمسين الخيار الثالث البلد بي يعلن عن مئة مليون متر مكعب والبلد جيم لا يعلن اي شيء هذي الخيارات ثلاثة مرة اخرى رأي ان الاجوبة تتوزع على الخيارات غلبكم اشار الى الخيار الثاني وهو الخيار الصحيح اي ان البلد بي وهذا ما قاله نيكولا في عرضه البلد بي هو البلد الذي لديه مصنع اعادة تحويل الغاز المسال الى غاز وهو يغير الحالة الفيزيائية للغاز وهو يعلن عن المئة مليون متر مكعب الاستيراد وخمسين مليون متر مكعب للبلد خمسين التي استصدرت البلد جي سي والبلد سي يعلن انه استورد خمسين مليون متر مكعب وهذا وفق مناجياتنا والتوصيات الدولية ومعايير وكالة الطاقة الدولية سؤال رابع ما هي طريقة الاعلان عن غاز الوقود والديزل حسب الاصل والاستخدام الوضع هو مصفا تنتج مئة مئة تراجول من نفط الوقود ومئتين تراجول من الديزل من اصلها عشرة تراجول تحرق للتدفئة وخمسين تراجول من الديزل تحرق في مصانع الطاقة الحرارية خارج المجمع كيف نعلن عنها في ارصيد الطاقة فيو الاويل غاز نفط الوقود او زيت الوقود والديزل كيف نعلن عنها وفق ما هو وارد على اليسار يمكن كتابة تحليلكم للوضع في هذه الحالة اذا ساحل التمرين ساحل التمرين الانتاج من المصفات سنضعه هنا قيمة ايجابية مئة تراجول من فيول اويل ومئتين تراجول من الديزل هذا بالنسبة لمخرجات المصفات ثم تراجول من الوقود للتدفئة في عملية التصفية وبالتالي هذا هو هذا الوقود يستخدم في عملية التصفية في الصناعة اذا ويعتبر انه الاستخدام الخاص لقطاع الطاقة ان كان فيور او والخمسين تراجول من الديزل التي تحرق في مصنع او مصنع كهرباء حرارية خارج المجمع وبالتالي توضع هذه الخمسين تراجول هنا على انه مين اكتيفيتي الكتريسيتي وهو انتاج ايزان كهرباء من الضروري لهاتين القيمتين ان تضع بسلبيا بالنسبة لتوليد الكهرباء والاستخدام الخاص اذا توضع قيم سلبية هنا في الجدول الارصدة سؤال اخير الاستخدام غير طاقي والصناعات البترو كيميائية هنالك معمل يستخدم ثلاثة كيلو تون من النفطة لانتاج البلاستيك ويستعلك اثنين كيلو تون بالديزل كيف نضع ذلك في جدول او في رصيد الطاقة كيف تضع ذلك في رصيد الطاقة الخيار الاول هو اعلان عن استخدام النفطة على انه غير طاقي هو استخدام الديزل على انه لاستخدام الطاقة لانه يستخدم لانتاج الطاقة الخيار الثاني هو الاعلان عن النفطة على انه دون ليس لتوليد الطاقة والديزل كذلك الخيار الثالث والعلان فقط عن الديزل على انه استخدام لانتاج الطاقة. والخيار الرابع النفطة ليس لاستخدام ليس لتوليد الطاقة. استخدام الديزل ليس لانتاج الطاقة والبلاستيك استخدام ليس لانتاج الطاقة. نعم اغلبيتكم اجابوا اجابة صحيحة واستخدام النفطة ويستخدم لانتاج البلاستيك ولا يستخدم لطاقة التي فيه وانما لخاصيته الفيزيائية لانه يتحول الى بلاستيك وهذا استخدام ليس لانتاج الطاقة والديزل يستخدم لانتاج الطاقة حتى ولو اننا في اطار مصنع للمواد البيترو كيميائية. انتعيت الان من التمرين بشأن الاساسيات في احصاءات وارصدة الطاقة. انا من تحت تصرفكم للربي لردي على كل التساؤلات والاستفسارات ونحطي الكانيمة لرئيسة الجلسة للمواصلة. شكرا للمارك شكرا لنيكولا قدمتم لنا معلومات كثيرة. بشكل مختصر. هنالك الاحصاءات احصاء الطاقة واسد الطاقة والى اخره. انذن. الفكرة هي انكم عطيتهم فكرة عن اهمية انتهاج مناجية معينة معينة اه. معتمدة لاعدات من البلدان. هذا وفق التوصيات الدولية للاحصاءات لحصاءات الطاقة والتي اعتدمتها الامم المتحدة. وهي تشكل لغة مشتركة فيما بيننا بشأن احصاءات الطاقة. نتمننا في المستقبل اننا ستتاح لنا الفرصة لتعميق كل من المواضيع التي تتركتم اليها لانها مواضيع واسعة وثرية. لا اسئلة. لا في نافذة الدردشة ولا في نافذة الاسئلة والاجوبة. كيوان اي. هو سوء. هناك سؤال. ساقره على جميع. اه. الحالة التونسية. وفاء سألت. هل يتم الاعلان عن الارصدة. هناك موضوع نشر. يشاني البيانات. نعم. هذا ما قيل. ننتقل الان الى الجلسة التالية. المتعلقة بالتجارة. لان الزملاء في الاسكوا اشاروا الى اهمية البيانات في المنطقة. واعطي الكلمة للسيد ماجد حمودي من الاسكوا للحديث عن بيانات التجارة. تجارة النفط والمنتجات النفطية. ومنصة بيانات التجارة الخارجية في المنطقة العربية. مرحبا جميعا. ايها وخاصة بعد العرض الثري. وانا سعيد بالتوجه الى هذه المجموعة من المختصين رفيعين مستوى. نعم تسمعوننا. ساتحدث عن ما نقوم به في الاسكوا بشأن او بعيدا عن الطاقة. انا حضرت المحاضرة بالعربية المتوجها الى المشاركين العرب وسيكون من الاسهل عليهم ان يفهموا بالعربية. ولكنني ساتحدث بالانجليزية. اذا يقرؤون المحاضرة بالعربية ويسمعوني بالانجليزية. ونسهل الامر على المترجمين. والمترجمون يشكرونك. كل شكر. في عجالة ما نقوم به هنا. من سبقوني قالوا او قالوا ان الجمع البيانات الجيدة والموثوقة. امر واجب لاتخاذ قراراتي الصحيحة. وهذا امر صحيح برأينا. نحن في الاسكوا نحاول تأمين بيانات. قاعدة بيانات للتجارة. المنتجات الطاقة وغير ذلك. كل السلع المتجر بها دوليا. الفكرة هي تأمين قاعدة بيانات بالعربية والانجليزية. ونكملها. وهي بيانات تخص المستوى الاقليمي والتجارة البينية. ونراها حسب السلع. طبعا نقسم التجارة. حسب السلع. ثم هناك التجارة بين الجمعات المختلفة. اشتركوا في القناة. 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 وإعادة التصدير إلى اتفاقات التبادلات وهذه الأرقاف المتعلقة بتبادلات المقامة على مستوى 14 مجموعة تجارية وهذه كلها مسائل بلايات الأهمية بالنسبة لمنتجات الطاقة ومشتقاتها ومشتقاتها ثم البيتروكميوئيات وغيرها من المواد الأساسية وهنا ترون المعلومات والبيانات الخاصة بالمستوى الإقليمي مع ترتيب البلدان بحسب المجاميع وترون هكذا ما هي الأكثر البلدان تصديرا ثم ترون كذلك معلوماتهم يتعلقوا بمجموعات الشركة وقيمة التدفاقات التجارية بحسب هذه المجموعات من الشركاء وفي 2012 بالنسبة للإقليم العربي فكان شريك التجاري الأول الاتحاد هو الاتحاد الأوروبي فكانت هي أيضا أهم منفذة لمنتجات الطاقية العربية وترون كذلك الأرقام الخاصة بمختلفة في المجموعات التجارية والاقتصادية الأخرى وأكثرون هناك كذلك المعلومات الخاصة بمجموعة صديرات وواردات البلدان وبعا كذلك معلومات عن الميزان التجاري لكل هذه البلدان وكما هناك ترتيب لأهم الشركاء التجاريين العشرة وهذا أيضا ما نحاول فعله ومنذ السنة الماضية فلقد أطلقنا هذه المنصة لبيانات التجارة الخارجية للمنطقة العربية ورأينا وعددنا كذلك البيانات المزعلة بـ 2022 وسوف نقوم إذن بعرضها على هذه المنصة في المسقل القريب وهذه البيانات تصبح لنا وسوف نحدث كذلك عن طريقة استخدام هذه المنصات ووظائف التي تقدمها هذه المنصة سوف نبدأ إذن بتناول موضوعنا اليوم وهو البيانات التجارية المتعلقة بمتجرة الطاقة الأحفورية وهنا نتحدث في الوجه الخصوص عن إحصائات التبدلات التجارية الخاصة بمختلف منتجات التقييس ومتعلاقة الأمر بالغاز أو بالنفط أي النفط الخام أو مشتقاته أو تعلاق الأمر كذلك بمنتجات تستخدم نهائي الكهرباء وهذه كل معلومات إذن أدرجت على قاعدة البيانات كما أنكم ستجدون كذلك معلومات تتعلق بالتجارة منتجات الطاقة المتجددة وهذا يشمل تصنيفات عدة وتغطي المعدات والتجهيزات والقطاع وكل ما هو مطلوب لتوليد الطاقة سواء تعلق الأمر باستخدام طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو طاقة المياه أو غيرها من مصادر الطاقة لإنتاج الطاقة المتجددة وكل هذا ينبغي أن تصنيفه بطريقة واضحة وتشير إلى منتجات طاقية محددة وبعد هذه الشروح الألوية وأود أن أقول بأن بأنني تمحت إذن العرض الأول ولقد تعلمت منه الكثير وخاصة فقط تناول بعض الأمور أنا لا أتبعها بشكل أو عن المكثب على أين؟ فكل المنتجات الطاقية ينبغي أن تصنفها وأن تحصل على كود أو شفرة وهذا الكود الذي يتم وضعه بحسب اتفاقية دولية تقيمها وتديرها المنظمة العالمية للجمارك وأعتقد بأن مقرها في مدريد وبالتالي هذه الاتفاقية تنص عن طرق إعداد وإدارة هذه الشفرات التي المرتبطة بكل المنتجات الطاقية سواء تم استيرادها أو تصدرها وبالتالي فهي تضم كل المجموعات المنتجات بمختلف محطات تحويلها وبالتالي فتبدأ هذا الكود بـ H المنصق Harmonized System ولم نجد مختصرا لهذه العبارة باللغة العربية وبعد ذلك سوف نستخدم إذن شفرة لتشير إلى مدى تحويل هذه المنتجات وهكذا سوف نغطي إذن كل المنتجات من الخمة إلى أكثر المنتجات تحويلا ومستخدمين لذلك آخر التكنولوجيات وبالتالي فهناك فهناك إذن أصناف خاصة بالمنتجات الزراعية والمنتجات النباتية وكذلك الحيوانية ثم هناك القسم الذي يهمنا وهو القسم الخامس وهو الذي يهمنا نحن في مجال الآتقة أي المنتجات المعدنية أو الزيوت المعدنية وبعد ذلك سترون بنونك العديد من الفصول ومن أكثر هذه الفصول الاهتمام بالنسبة لينا الفصل 27 للـ HS وفي هذا البند أو هذا الفصل سوف تجدون كل المنتجات سواء تكتم من الهيدروكربونات ومشتقتها التي يتم إذن إنتاجها وتحويلها على سبيل المثال البند 27-09 فهو يشير إلى النفط الخام 27 بالنسبة لكل المشتقات في كل المستويات مستقات النفط في كل المستويات ثم أما بالنسبة لـ 0-9 فهذا يشير إذن إلى أما فيما يتعلق إذن البند 27-10 يشير إلى متفرعته والمشتقات النفطية والبند 27-11 يشير إلى الغاز الطبيعي وبإمكاننا إذن أن نطور هذه الشفرات أو هذا الكود وذلك حتى يتضمن ست أرقام وهذا وباللغة العربية ترون هنا إذن القسم باللغة العربية الذي يتناول هذا الفصل 27 وتحت الخمسة منتجات معدنية وسهناك أيضا وصف مفصل لكل هذه المنتجات وبإمكاننا فيما بعد أن نستعرضها كافة ثم هناك الطاقة الكهربائية كمنتوج نهائي التي تنقل من بلد إلى بلد عن طريق الشبكات الكهربائية ونحن نعرف بأن هناك مشاريع ضخمة تقام حاليا في شرق الأوسط تضم بلدان كمصر والأردن والسوريا وفي المرتقب أن تضم هذه الشبكات بلدان أخرى في المنطقة في المستقبل ومرة أخرى فلقد تم أيضا تصنيف هذه المنتجات هنا في الفصل 27 ومع أنها ليست من المنتجات النفطية ولكننا سوف نعيد النظرة في هذه التصنيفات فيما بعد أما فيما يتعلق بالبند 17 27-16 هذا هو الكند الذي استخدمه للإشارة إلى الطاقة الكهربائية هذه المنتجات الطاقية هي منتجات متنوعة والمنتجات التي تحدثنا حتى الآن وهي بتلي تم توزيعها على فصلين ساق 25 و26 المتعلقة بالتجهيزات والبعدات الكهربائية وبطبع الحال الفصل الفصل إذا القسم 16 والفصل 87 أفضلوا أن أتناول الآن أو أقدم لكم عرضا اختصاراً للوقت أملي بأنكم تستطيعون قراءة ما هو مكتوب على الشاشة أيضاً هذه هي المنصة وهي كما سبق ذكرت منصة تفاعلية باللغتين العربية والإنجليزية وسأحاول اختصار الوقت وأتناول ستناول إذن كل هذه السلع أيضاً هذه الصفحة التي تقدم إذن كل البلدان العربية بأكملها وتقدم كذلك الشركاء الدول العربية في العالم كما أن تعطينا فكرة عن تدفقات أي التصديرات ويعادة التصدير لعام 2011 وتعطينا أيضاً المجمع فيما يتعلق بهتين العمليتين التصدير ويعادة التصدير وترون إجمال القيمة ثم هناك أيضاً الأقصام فسوف ترون بأن هناك أيضاً أول قسم يتناول المنتجات المعدنية فتعطينا أيضاً من البيانات الخاصة بالنفط ومشتقاته والغاز الذي تم تصديره من البلدان التي تصدر العربية وترون هنا أيضاً الإجمال قيمة هذه الصدرات وبإمكاننا أن ننظر إلى ترجمة هذه الأرقام على مستوى هذه الرسمة البيانية وترون بأن أهم منتوج يتم تصديره هو المنتجات البترول والغاز وبإمكاننا نقرن أيضاً هذه الفئة من المنتجات من فئة الفونيتشر أي الفرش ونرى هنا الأرقام بالنسبة للإمارات العربية المتحدة وقيمة هذه التدفقات التجارية ونرى بأن هناك أيضاً نشاط كبير على مستوى التصدير وإعادة التصدير في دبي وباقي الإمارات العربية المتحدة وبإمكاننا كذلك نحصل على معلومات عن أهم الشركاء المنخرطين في هذه التدفقات التجارية وترون بأن الصين تمثل 15% من صدرات المنطقات لها الهند ثم اليابان فكوريا ولنمعنا النظر الآن في هذه المنتجات المدنية وذلك حتى نحصل على بيانات قطرية فإننا نظر إلى أي بلد من هذه البلدان قطر المملكة العربية السعودية أي بلد من هذه البلدان أما فيما يتعلق إذن بصدرات قطر في 2021 فنره إذن هي القيمة إجمال قيمة هذه الصدرات ونرى كيف كذلك تمثل المنتجات المعدنية أهم صدرات البلد مع الحصول كذلك على معلومات أكثر ضيقة موسعة مبين البلود من 27 إلى وغيرها وهكذا حتى نحصل على معلومات أكثر ضيقة فيما يتعلق بطبيعة هذه المنتجات التي تستمصدرها في 2017 إذن سبعة وعشرين وحداشر الغازات البترول وغيرها من غازات الهيدروالكربونات ويمكن مقارنة هذه الأرقام بأرقام سبعة وشرين سفر تسعة على سبيل المثال و سبعة وعشرين وعشرة إذن وإن أردنا الآن أن نحصل على مزيداً من المعلومات يتعلقوا بصدرات قطر فسوف نرى إذن سوف نتمكن إذن من الحصول على معلومات أكثر ضيقة و بست أرقام وفيما يتعلقوا هنا فنرى بأن سبعة وعشرين أحداشر واثناشر نرى إذن كل المعلومات الخاصة بصدرات من البروبان الغازي المثال الغازات الهيدروكربونات الغازية وغيرها من الغازات البترولية بإمكاننا كذلك أن ننظر إلى هذه الرسمة البنية التي تقدم لنا إذن تقدم لنا المعلومات بحسب الشركاء السارك أي وهو الاتفاق تبادل التجاري المقامي مع دول أسيا وترون بأن أهم شريك هنا هو الكوريا الجنوبية ثم تليها الهند فالصين ما هي مساهمة الأسكوة هذه المنتاجات وهذه البنات غير متاحة في المعتاد هناك بعض البلدان التي تنتج مثل هذه الإحصاءات ولكنها لا تنشرها وأن رغبتم في الحصول على مثل هذا المستوى من المعلومات الضقيقة فبصعوبة بمكان الحصول عليها ولذا فلقد قمنا نحن في الأسكوة بالعمل على وضع هذه المنصة حتى تصبح هذه المعلومات متاحة على منصتنا ونقوم بتحيين المعلومات وباستعراضها بشكل مستمر ونتعاون مع الشركاء أي البلدان المعنية وكذلك ونتعاون مع الشركات الطاقة الشركات الوطنية للطاقة وليس فقط مع المكاتب الإحصاء الوطنية وهذا ما صبحت لنا دا بالتوصل مثل هذه النتيجة أي مثل هذا المستوى العالي من الضقيقة في المعلومات وأمل بأن هذه المعلومات ستكون مفيدة بالنسبة للمستخدمين المنصة وفيما يتعلق بالواردات ننظر إلى واردات بلد من البلدان التي تستورد الطاقة المتجددة كالأردن سبب المثال بعد النظر إلى قطر سوف ننظر إذن الأردن وبالتالي فنختار في القائمة الأردن ونختار كذلك الواردات وهنا سوف نبحث عن معلومات عن بعض المعدات الطاقة الشمسية سولورفانوس أو اللوحات الشمسية الطاقة الشمسية وهنا سوف نحصل عن معلومات خاصة بكل واردات الأردن مثل هذه اللوحات الطاقة الشمسية في عام 2021 وهي مقدرة ومع القيمة المقدرة بالدولار الأمريكي وسترون بأن كما نمكنكم أن ترون بأن أهم مصدر لمثل هذه المعدات كانت الصين وبإمكاننا أن نحصل على مثل هذه المعلومات الضقيقة بالنسبة لكل معدة من المعدات المستخدمة في هذا المجال وبإمكانكم كذلك أن تحصلوا على معلومات تخص البلدان التي تهتموا في البلدان العربية في المنطقة العربية بتطوير هذه المصادر للتاقة المتجدية أكثر من غيرها وبالتالي بإمكانكم فقط أن تبحثوا أو عن الواردات بالنسبة للإقليم بأكمله وسوف تحصلون على كذلك المعلومات لماذا الإمارات العربية المتحدة؟ لأن الإمارات العربية المتحدة تستورد ليس فقط لتلبية احتياجات السوق الإماراتية ولكنها تعيد التصدير مجدداً كما ذكرنا في البداية النظرنا هنا re-exports أو الصادرات الجديدة أو إعادة التصدير كما نرى هنا فيما يتعلق بالre-exports أو المواد المعادة تصديرها ترون أن المنطقة العربية المتحدة تحتل المرتبة الأولى لأنها تعيد تصدير كمية كبيرة من لوائح الطاقة الشمسية باختصار هذه هي كيفية توصلنا إلى مختلف البيانات والمنصات التي نستخدمها مع الميزات الخاصة بكل منصة نعطو إلى عرضي ترون هنا الموقع الإلكتروني للمنصة الإلكترونية للتجارة الخارجية للمنطقة العربية في اللجنة الإقتصادية والاجتماعية لغير بأسيا وترون أيضا عنواني البريدي إن كانت لديكم أي أسئلة لا تترددوا في التواصل معنا أو معي أو مع أحد الزملاء وسوف تسرون الإجابة على أسئلتكم شكراً لدينا أسئلة أود لو نأخذ القليل من الوقت لكي نقرأ هذه الأسئلة تحدثت عن الترتيب وعن التصنيف من وجهة نظر جمع البيانات أرى أن هناك سؤال من عبير وهو التالي كيف نجمع البيانات ونغذيها في قاعدة البيانات وما هو الفارق بين هذه الطريقة وبين بيانات الـ UN ComTrade وهنيئاً لكم على هذه المنصة المثيرة للإعجاب فعلاً شكراً على هذا التعليق شكراً عبير على السؤال في الواقع هذا هو الجزء الأكبر من عمالنا وجهودنا ومساعينا أولاً نحاول على أكبر قدر من الإمكان أن نحصل على البيانات من مكتب مكاتب الأحصاءات التابعة للأم المتحدة ولكن لسوء الحظ لا تأتي بالترتيب الذي نعتمده وهذا ما ترونه في حالات متعددة لهذه الدولة نبدو رجووداً مضاعفة في ComTrade لا نستطيع أن نرى هذا المستوى من التفصيل مثلاً لدول مجلس التعاون الخليجي الخليجية على مستوى الواردات والصاردات لا نستطيع أن نرى التفصيل أبداً إن اخترنا قطر مملكة العربية سعودية الكويت سنرى مجموعة فقط أو نرى مجموعة في الأرقام الأربعة لا نرى إذن تفصيلاً يتعلق بكل منتج أو وجهة كل منتج هذه المعلومات لا نستطيع أن نكتشفها ولكن إن رأينا إن ذهبنا إلى البيانات الأخرى البيانات الشركة نستطيع أن نرى مثلاً كوريا الجنوبية تستورد من كل مثلاً تستورد كل منتج من كل دولة قطر المملكة العربية السعودية الإمارات قطر هي منتج كبير للغاز نحاول أن نجمع كل هذه الموارد معاً لأنه البيانات في كومتريد المأخوذة المأخوذة من بيانات أخرى تخضع لهامش تطخيمي وهو هامش دفع للشحن للتأمين للأرباح وكل هذه الأمور المتعلقة بالمبيع أو ابتداء من قطر من السعر الأصلي حتى وصولها إلى كوريا قد يصل الهامش إلى 20 أو 30% أعلى من الثمن المدفوع في قطر لذلك نبدو جهوداً مضاعفة من أجل جامع كل هذه الأرقام معاً لكي تتلاءم مع الأرقام الوطنية الموجودة لنقارن بها ونرى ما هي الثغرة الموجودة حتى نتمكن فعلياً من الوصول إلى أقرب قدر ممكن من الأرقام الفعلية على الأرض كما أننا نقارنها مع مستويات الإنتاج ونقارنها مع بيانات الأوبك كي نتمكن من الوصول إلى هذا الاتصاق كي نقرب الأرقام بأكبر قدر ممكن بعضها من بعض قبل أن نضعها على مقاون الإلكتروني بالطبع العمل ليست سهلة أطلب منكم أنصحكم بالنظر إلى قاعدة البيانات الخاصة بنا لتروا فعلياً ما الذي أتحدث عنه عندما نقارن مثلاً بين بيانات الدول المصدرة لكي نتوصل إلى البيانات النهائية شكراً شكراً هناك أسئلة أخرى ولكن يمكنكم أن تجيبوا بشكل مباشر على هذه الأسئلة لكن أعتقد أنها من المهم جداً أن نسلط الضوء على هذا الموضوع بالطبع من المهم جداً أن نقارن بين القيم الرصد والقيم البيانات كي نتمكن فعلياً من التوصل إلى أفضل لنتيجة ممكنة لذلك كان فعلاً من المثير الاهتماء نرى كيف يمكننا أن نتعمق في هذا الموضوع شكراً جزيلاً على مساهمتك سيدي الهدف اليوم يكمن في أن نعطيكم لمحة عامة عن مختلف المواضيع على أن نتطرق بالتفصيل إلى هذه المواضيع بشكل لاحق بما أن الوقت بدأ يدهمنا ولكن نجيد أن نعرف أن للأسكوة هذه الأدات المهمة أعطي الكلمة الآن إلى المتحدث التالي أو المتحدثة لا أدري ما أن كانت إيمان عادل أو نادية أو نادية تقول المتحدثة تفضلي سيدتي نطلب منك فقط أن تتوخي الإجاز مرحباً مرحباً أنا إيمان عادل مركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لدينا إذن عدينا هذا تقرير تقرير أفكس وهو مؤشر الطاقة العربية للمستقبل نحن منظمة إقليمية مشتركة أنشئت منذ العام 2008 وتضم 17 دولة من الدول الأعضاء مقارنا في القاهرة في مصر لدينا إذن استراتيجية تتعلق بتنمية الطاقة المستجددة وتنمية مستدامة في المنطقة العربية لدينا إذن خلال عملنا تقرير دوري وهو تقرير أفكس Arab Future Energy Index وهو مؤشر عربي مخصص لرصد وتحليل أسواق الطاقة المستدامة في المنطقة وأطلق للمرة الأولى في العام 2013 بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة إذن نحن نستخدم إذن التقييم بين الدول العشرين الأربعة ونركز على المؤشرات الوطنية نحن نغطي أيضا القدرة المؤسسية وبيئة الاستثمار أفكس يصبح من أهم الأدوات لصنعين السياسات في العالم العربي وأدات للتقييم وللمقارنة بين تقدم المحرز بين كل الدول في المنطقة كانت تمكن من الحصول على المعلومات الضرورية لتحقيق الأهداف الوطنية بالتعاون مع شريك استراتيجي من خلال أيضا تبادل الممارسات الفضلة بين الدول أود أيضا أن أذكر أننا أطلقنا هذه النسخة من أفكس اليوم في المملكة العربية السعودية زميلي سيد محمود وزميل آخر أطلقاه اليوم في الصباح الباكر أود أن أذكر أيضا أنه في الأفكس لدينا ثلاثة أقسام الطاقة المتجددة كفاءة الطاقة والنفاذ إلى الطاقة من أجل تعزيز الطاقة في المنطقة وهناك أيضا مشاريع تتعلق بكفاءة الطاقة العوائق والحواجز كما أنا نوصل للضوء على خصص النجاح الأساسية ونذكر أيضا العوام المتعلقة بالنفاذ والابتكار والأفكار المبتكرة في قطاع الطاقة المتجددة على ضوء الابتكارات التي نراها هنا أود أن أذكر أنه 263 مليون شخصا 456 مليون شخصا أي 5.6 من سكان العالم في العام 2021 مع 3% من زياد عدد السكان عدد كبير منهم مركز في دول مصر الجزائر والسودان والعراق والمغرب والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى اليمن وسوريا إذن سكان الدول العربية والمنطقة العربية هم من الشباب بشكل أساسي بين 10 أعوام و24 عاما ويشكلون ربع مجموعة السكان ومن دون نفاذ إلى الكهرباء في المنطقة العربية لم تتمكن كل الدول من تحقيق عملية النفاذ إلى الاستقرار وواجهت مشاكل تتعلق بالاستقرار على مر الأعوام وهذا يعز إلى المشاكل السياسية وإلى جائحات كوفيد 19 عانت المناطق أو عانت القرى من مشاكل بالمياه أمكانية النفاذ إلى المياه والكهرباء كما أن الأرياف أيضا في الدول العربية عانت إذ أن أمكانية النفاذ إلى الكهرباء كانت ضعيفة جدا ووصلت إلى 52% فقط من الأشخاص أما بالنسبة إلى المياه النظيفة فأمكانية الوصول إليها أيضا تنخفت بشكل كبير في الدول العربية بالعودة إلى الطاقة المتجددة اسمحوا لي أن أقول أن لدينا خمسة ركائز في أخلاقياتنا التحليلية نحن نحدد بنية الصندوق بنية السوق بالإضافة إلى إطار السياساتي نحن أيضا ننظر إلى القدرة المؤسسية وإلى التمويل والاستثمار في المنطقة العربية بالإضافة إلى انبعاثات الكربون والرصد فيما يتعلق بتنمية القدرات الأعلى هي المملكة العربية السعودية أو الخدرات في توفير الطاقة كما نرى على الشاشة تختلف النصب وفقا للدول وهذه الأهداف تشكل 30% من مجموعة طاقة الدول وفي هذه الشريحة نستطيع أن نرى أن تسعى المغرب إلى تحقيق 52% بحلول العام 2030 وقد غيرت هدفها من 15 ججاوات من التي يصل إلى 15 ججاوات بفضل تكنولوجيا الفوتوفولتية في هذه الشريحة نرى القدرات على مستوى التكنولوجيا على مستوى الرياح الألواح الفوتوفولتية وغيرها من وغيرها من أوجه الطاقة إذن المجموعة قدرات بالطاقة المتجددة هو 23.6 جيجاويت نرى في هذه الشريحة قدرة الموارد المتجددة هذه شريحة نقول هناك عدد دول العربية قامت بإجراءات لإحقاق التطور من أجل التخفيض الإعانات على مستوى الطاقة وبالتالي شهدت المنطقة موجة من الإصلاحات 13 دولة قامت بحدي إصلاحات في العام 2020 ستة منها بدأت إصلاحاتها في العام 2014 بمجموعة يصل لـ 19 دولة من المنطقة العربية نتحدث في هذه الشريحة عن سياغة الخطط العمل الخاص الخطط العمل الوطنية الخاصة بكفاءة الطاقة هناك بعض الدول التي بدأت بمرحلة الأولى من التنفيذ من هذه الخطط هنا في اللون الزهري العراق والمملكة العربية السعودية السودان الجزائر المغرب وليبيا مصر لا تزالوا في صدد تحضير الخطة الثانية والدول الأخرى تحتاج إلى المزيد من الوقت وهي بحاجة إلى خطة أكثر طموحا لكي تضع اللمسات النهائية على خطة العمل الوطنية هذه أخيرا وليس آخرا نرى هناك بعض الأرقام التي صدرت عن التحليلات التي أجريناها في المؤشر نرى هنا وضع الدول العربية لدينا 21 خطة وطنية لكفاءة الطاقة في مختلف المراحل 14 دولة كالأردن والبحرين والمصر والتونس والسودان والسوريا والعراء والفلسطين ولبنان وليبيا وقطر وكويت لديها هذه الخطة وضعت خطة وطنية لدينا 17 هيئة وطنية معنية بكفاءة الطاقة وفي مؤتمر كوب الأخير في شرم الشيخ تم التحدث عن هذا الموضوع وتم الطلب أن يؤخذ هذا الموضوع على محمل الجد بإضافة إلى ذلك لدينا 11 دولة تستخدم التمبليت أو النموذج الخاص بي الخطة الوطنية خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة وبالطبع نحن نقيم أو تقوم الدول بتقييم الخطط السابقة لبناء الخطط الأخرى وهنا أود أن أطلعكم على الـ QR كود أو الرمز الذي يمكنكم تنزيله للوصول إلى FX ولدينا فيديو قصير أيضا يوجز بشكل سريع مؤشر FX وأخيرا أود أن أشكر الزمال الدكتور ماجد محمود المدير التقني المهندس أكرم المحمدي وهو خبير بمجال الطاقة المستدامة وساعدنا أيضا في تحضير هذا العرض المتميز شكرا جزيلا آمل أنني أفدتكم ولم أخذ الكثير من وقتكم شكرا جزيلا نادية المعلومات كثيرة في هذا التقرير أعتقد أننا بحاجة إلى وقت أطول للنظر فيه بالتفاصيل فأنتم عملكم في مركز الأولويات للمستقبل لأن تعملون على موضوع كفاءة الطاقات المتجددة حتى عنوان العرض ملائم للمستقبل والتحديات المستقبلية وهذا أيضا ذي صلة لهذه المجموعة من المشاركين وهناك إذن خطط في المنطقة إلا أنها ليست موجودة هذه الطاقة الطاقة النووية في المنطقة ونحن نحاول أن نرى في القادمة كيف يمكن تضمين الطاقة النووية ولو أنها لا تزال نادرة في المنطقة كويس أنكم تنظرون في هذا النوع من الطاقة أشكرك كل الشكر إيمان وليس نادية شكرا على دعوتي وقد أسعدني أن أشارك في هذه دورة التدريب اليوم كنت أود البقاء معكم ولكن عند التزامات أخرى ولكن سأنضم إليكم في مرحلة لاحقة شكرا يسعدني أن نعود إلى جلسة وكالة الطاقة الدولية سننظر في إحصاءات الطاقة وتقدير الانبعاثات معنا جوها كويكا من وكالة الطاقة الدولية ومركز ومركز البيانات ننتقل إلى تقديرات الانبعاثات هذا أمر مخاصة مع اقتراب اجتماع على أطراف كوب أنا وعشرين شكرا مرحبا بكم جميعا سنتحدث عن تقديرات انبعاثات غازيات الدفئة والمناجية المعتمدة في وكالة الطاقة الدولية سنتحدث عن هذه المناجية التي ينبغي استخدامها أولا نبدأ بنقاش وجيس بشأن أهمتي اعتماد جماعة تقديرات الانبعاثات ثم سنخوض في المناجيات ثم هناك الاستنتاجات انطلاق من الفئات المصادر من جهات الخطوط التوجهية الـ IPCC نعرف ينبغي حساب الطاقة هناك إذن أنشطة الحرق الوقود وانبعاثات من الوقود ونقل الكربون ديوكسايد ويبدو هناك مشاريع في شرق الأوسط في السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة بشأن هذا الموضوع بموضوع الانبعاثات كما نرى على الشاشة فإن مصادر الطاقة ثلاث أربع تؤدي إلى غازات انبعاثات الغازات غازات دفئة لا تبعاث على المناخ ولهذا فإن موضوع الطاقة أساسي في النقاش الجاري بشأن التغيير المناخ بشأن الأهداف المناخية وقياس الانبعاثات يتطلب توحيد المعايير كل ما مستند على التوسط توصيات الدولية لإحصاءات الطاقة وهي بما فيها أرصد الطاقة بين هذه البيانات يمكننا حساب الانبعاثات انطلاقا من خطوط توجيهية IPCC 2006 هناك توافق بين توصيات الدولية للحصائيات وبين الخطوط التوجيهية لتقييم قوائم جرد غازات الدفئة الوكالات والحكومات التي تصدر بيانات الطاقة ينبغي أن تتأكد من أن نفس البيانات موجودة أيضا في الوثائق المتعلقة بالمناخ لن أخوض في تفاصيل هذه الأسئلة ولكن سؤال نبدأ به ما هي القطاعات الأكثر بعثا للغازات النقل طولي الكهرباء الصناعة والبناء حسب البلد نرى على الشاشة إذن اختلافات بحسب القطاعات هناك إنتاج أيضا المحروقات الحفورية ثم النقل كذلك أيضا ونرى هنا أنه في البلدان حيث قطاع الوقود الحفوري واسع فإن قطاع النقل هو ثاني أكبر قطاع وذلك نظرا لأن إنتاج الوقود يتطلب نقلا لهذا الوقود وبتالي فإن النقل الوقود أيضا له دور كبير في هذه البلدان مؤشر آخر بحسب البيئة الاقتصادية وهو الكثافة الكربون أي الانبعاثات مقسمة على قدرة الشراء نسبة إلى أجمال الناتج المحلي وهذا يعطينا فكرة عن مستوى اعتماد البلد على الوقود الحفوري هذا عالي في البلدان التي التي تنتج أو قطاع قطاع لإنتاج الوقود الحفوري فيها عالي أو كبير إذن يمكننا النظر إلى انبعاثات من العرض أو من الطلب وفي الخطوط التوجهية IPCC 2006 تعطينا فكرة أو مقاربتين عن تقييم انبعاثات الوقود حسب انطلاقا من النشاط الاقتصادي هناك عدد قطاعات عدد منتجات والتحويل والاستهلاك النهائي لكل هذه المنتجات عندها يمكننا حساب غازات الدفئة ثم هنالك مقاربة المرجعية يعني انطلاقا من بيانات امداد الطاقة عندما عندما ننظر عندما بدأنا النظر في حرق الوقود يقسم الى عدد فئات فرعية صناعات الطاقة صناعات التصنيع او قطاع التصنيع النقل والتجارة والسكن ثم الانبعاثات المتهربة هي من الوقود الصلب ومن قطاع الغاز والنفط عندما ننظر من المقاربة القطاعية سكتور الابروتش نرى الميثان الذي يتضمن ذرة كربون واحدة وعندما يحرق يتطاير الكربون ويتشكل الماء وانطلاقا من ذلك نعرف أنه حسب المبدأ الكيميائي عندما نعرف حجم الكربون موجود في الفيول ونعرف أن الكربون سيبقى بعد التفاعل الكيميائي فإنها نعرف حجم انبعاثات الدفئة بعد الاحتراق وهذا يعطينا عامل الانبعاث أي حجم غازات الدفئة المنبعثة بعد حرق كل لتر من الفيول إذن هذا يعطينا العامل الرياضي كيف يحسب ذلك هو إجمال كل الوقود وكل مع كل وقود هناك إذن نرى المعادلة على الشاشة يقول المترجم التي معقد بعد الشيء ونضيف أيضا الاستهلاك النهائي انتاج التدفئة والكهرباء وقطاع السكن وإضا قطعات الطاقة انتاج الطاقة التي تستخدم للاستخدام ذاتي فيها وإن صافي القيمة الحرارية أيضا تخذ بعين الاعتبار هذا سؤال أيضا هنا سيارة تحرق خمسة كيلو من البنزين بالمئة كيلو متر ما هو عدد ما كم طن من ثاني وسيد الكربون تثبت بعد ألف كيلو متر المعادل المعادلة الرياضية موجودة باستخدام إذا نعامل الانبعاث الذي تحدث نعاده ونصل إلى 220 تون ثاني وسيد الكربون هذه هي الطريقة لتقدير الانبعاثات وفق المقاربة القطاعية بالنسبة للانبعاثات المتهربة التي تتسرب بشكل غير مقصود وغير منتظم هذا يمكن أن نجري في عمل الاستخراج والإنتاج والتوزيع في المصاف إلى آخره كيف نقدر ذلك تتعقد الأمور هنا بأن هناك عدة أنواع من الأنشطة حرق الغاز تسرب الغاز من المناجم أو الآبار وأيضا هناك خطوط البيبلاين على نبيب الفيول الصلب الفيول المسال أو السائل المسيل إذن بينات النشاط مثلا عدد المناجم المهجورة مضروبة بعامل الانبعاث لنتوصل إلى تقدير إجمالي الانبعاث بالنسبة لمقاربة المرجعية من طرف الإمداد نظر في موضوع أن كل الغاز في الاقتصاد الوطني بالإنتاج أو الاستيراد يعتبر مئة بالمئة أنه ينبعث في الجو أو يتخزن في مخازن الوقود مثلا مئة بالمئة ستنحرق ليس هناك دقة هنا في هذه المقاربة مقارنة بالمقاربة القطاعية ولكن من تستخدم كنقطة علام في الحساب الإجمالي نعم هنا لسنا يعني لسنا ليس هناك دقة عالية هذه المقاربة هنا تفترض أن كل الكربون سيحترق وسيؤدي إلى انبعاثات ثاني وسيد الكربون في البلدان التي تستخدم فيها الكتلة الحيوية هو أن انبعاثات ثاني وسيد الكربون من الكتلة الحيوية لا تعتبر انبعاثات وإنما تضع في قطاع الزراعة والغابات واستخدام الأراضي وينبغي هنا تقييم النترات وينبغي السؤال هو ما هو صحيح في إطار المقاربة أو النهج القطاعي واستنادا على بيانات إمداد الطاقة المقاربة المرجعية فقط أو فقط ثاني وسيد كربون أو وكما ترون فهذا لا يستند إلى بيانات التزويد وبتالي فبتالي هذا النهج المشعيد يقوم على أساس سبلاي ديتا وبيانات التوريد فهو أكتر من النهج أو مقاربة المرجع وهو يشمل حسابات بالإضافة لحسابات السيوثي وهو يتأثر كذلك بحكم أوجه عدم اليقين في الأنزفيز وذلك بسبب القيمة الحرارية لهذه المنتجات الأخيرة ما في مطلق بالاستهلاك الظاهر والفكرة هنا لا أعرف إن تستطعون قراءة المعادلة كما يبين على الطرف الأيسر لأششاف الاستهلاك الظاهري هذا هو النهج المرجعي لإحتساب السيوثي وأن تحتسب طرق الإنتاج سائد الواردات ناقص الصادرات وكذلك مستمعات الدولية والتغيرات في مستوى المخازن وبالتالي هذه النتيجة بالنسبة للنفط الخام والرد الأخير هو الرد الصحيح وأعتقد بإمكاننا الآن أن ننظر إلى سؤالين إضافيين من منت هنا نرى حصة الانبعاثات الثقة الإجمالية وكذلك المتعربة بالنسبة لإقليم المينة في عام 2021 وهكذا فننظر إذن إلى دورة هذه الوقود الأحفوري ما بين المخزن إلى المخزن الثاني ونرى كذلك التأثير ذلك على إجمال الإنتاج وهل بإمكانكم أن تعرفوا ببعض مصادر هذه البيعاثات المتهربة أو الهربة قد يكون ذلك عائد ل بعض التسربات أو بعض المشاكل التي تعتبر عملية نقل هذه المصادر الطاقة الحفورية هذه إذن هذا هو الرد وهذه الرد كلها صحيحة فيما تعلق بالزراعة البعاثات الخاصة بقداعي الزراعة هذه البعاثات مشمولة في حساب خاص بها ولكن إن كان هناك شاحنة تتسرب منها بعض الوقت فهذا لا يعتبر بأنه إذن من الانبعاثات المتهربة ولكن هذه الانبعاثات المتهربة يمكن أن تسخدم هذا المصطلح لوصف تسربات التي تأتي إذن من المناجم أو خطوط الأنابيب وكذلك عملية حرق الغاز أي فلابينغ حسنا سؤال آخر في كخلاصة سأقول بأن من أهم الأمور التي ينبغي تذكرها فما يتعلق ببيانة الطاقة الوطنية علينا أن نعتمد نهجا قطاعيا وأن نقوم بالتحقق من سلامته بمقارنته بمقاربة المرجع فهناك اختلافات كبيرة إن كانت هناك اختلافات كبيرة فهي قد يدل أيضا على مشغل مشاكل فيما يتعلق ببيانات النشاط مقابل مقارنة ببيانات التزويد وكذلك قيم الحرارية الصافية ومحتويات الكربون مع استثناء احتساب الكربون أغلي ونكر ما كان بقى له نيكولا سابقا فيما يتعلق بمحتوى الكربون لبعض الوقود وبعض المراجع كذلك في بعض المراجع يتم شمل الكربون فيما أنه يتم استثناءه من حسابة أخرى وعلينا كذلك نتأكد من أن هذه البيانات الطاقية الوطنية القطعية جيدة النوعية وذلك لأنها ستكون هي المصدر الرئيسي لإحتساب وتقدير انبعاثات غازة الدفئة كما وبالتالي ينبغي أن تكون مجموعة البيانات الطاقية الوطنية مستندة أيضا إلى مصادر موثوقة وأن يتم كذلك وضعها تصميمها بشكل جيد وهذا ما سيسمح بالتوصل إلى سياسة جيدة وفعالة فيما يتعلق بتقفي هذه المعاثات وتخطيط الشامل للطاقة كما ينبغي أن تكون لك ترتبط مؤسسية مناسبة تسمح أو تضمن تعاون الجميع الأطراف المعنية وهذا كل ما لدي أشكرك سيدي لقد قدمت لنا الكثير من المعلومات القائمة وهي معلومة هامة بالنسبة لكل دول المخرطة في اتفاق باريس ونحن ونحن نعرف بأن هناك تركيز في هذا الاتفاق على الإحصاءات الطاقية ولكن نبغي أن تكون هذه الإحصاءات جيدة جيدة وإذن نشكرك على تقديمك هذه المعلومات وهي المعلومات القيمة ونحن نطلع قدما كذلك إلى الاستماع إلى التجارب الوطنية إن كانت لديكم تجربة ولقد قمت كذلك بالإشارة إلى الكربون وغيرها من الغاس بالمكانيكات تعطينا بعض المعلومات الإضافية فيما يتعلق بالمثال على سبيل المثال فنحن نعرف من احتساب إذن أثر المثال أقل سهولة منه الكربون فيما يتعلق إذن بانبعاثات الكربون فنحن نعمل كذا بأمان على أساس ونعتقد بأن يتم أكسادات كل شيء وبأن كل شيء يتحول إلى سي سي ونحن نحتسب عوامل البيعاثات على هذا الأساس ولكن البيعاثات السي أو أو ثاني أكساد الكربون لا ترتبط دائما بالتكنولوجيا المستخدمة وهناك بيتل اتصاق فيما يتعلق بتقديرات لانبعاثات للسي ولكن فيما يتعلق بالمثال وغيرها من الغازات فهذا يمرهون بطريقة الحرق أو تكنولوجيا الحرق المستلم وهذه إذن من العوامل الأساسية أو الاختلافات الأساسية التي نبغي أن أخذ بين الاعتمار فهناك فهناك بعض النهج التي يمكن استخدامها فيما تعلق بالسيوتو لكن هذا لا تصلح بالنسبة لغازات أخرى فإن رغبتم في الحصول على تقدير أو تقييم دقيق فعليكم كذلك أخذوا بين اعتبار هذه الاختلافات بما فإن إختلاف أو تفوت أثر تكنولوجيات على مستوى المثال ونحن نعرف كذلك بأن هذا الأمر مرهون بالقدرة أو تقنية المتاحة للبلد المعني وهذا من شأنه أن يؤثر على النتائج وهناك كذلك عوامل أخرى ينبغي أخذها من هذه البكة على سبيل بالبيانات النشاط فنحن نعرف بأن هناك تسربات قد تحدث على مستوى خطوط الأنابيب وهذا مرهون كذلك بطبيعة هذه الخطوط وهذه كلها من الأمور لتقدير كمية الانبعاثات من الميتان وغيرها من الغازات وهناك كذلك بعض البلدان التي تقيم قياسات مباشرة على الموقع وهذا يساهم في تحقيق مستوى أعلى من الزق ولكن هذه كلها من العوامل التي ينبغي أخذها بالاعتبار من أجل احتساب وتقدير الانبعاثات أشكرك أعتقد أن هناك الكثير من العمل الذي نبغي فيما تعالق بميزانية الانبعاثات ونحن نعرف بأن هناك عمل لا يبغي أهمية بالقي به فيما تعالق بتقف أثر الميتان ونشكرك مرة أخرى على تقديمك هذا العرب وعلينا أن نختصر وذلك لكسب الوقت ولده فسوف نعطي الكلمة مشابة إلى روبرتا دون أخذ الاستراحة أشكرك روبرتا على إعطائي الكلمة لقد رأينا كيف يمكننا أيضا أن نستخدم هذا الميزان الثاقي وذلك لتقدير الاستهلاك الوطني لكن عندما نقوم بتفكيك هذه البيانات والمعلومات فنرى بأن هذه المعلومات غير كافية لتقييم الكفاءة الطاقية على مستوى البلد ونحن بحاجة إلى المزيد من المعلومات المفصلة وذلك حتى نتفكنا من سلطة هذا التقدير الوالدة فصفأت الكلمة إلى نيكولا لتنزيا من الوكالة وذلك حتى يحدثنا عن موضوع المؤشرات الفعالية أو بالأحرى الكفاءة الطاقية السيدة دومانيكولا لتنزيا هل بإمكانكم أن هل تسمعونني وهل هذه أشرح مقروعة أنا سأعيد بتقديم هذا العرض عن طريقة وضع مؤشرات الكفاءة الطاقية ونحن نعرف أنه لكعمل جار لإعداد مثل هذه المؤشرات وللموصول كذلك إلى معلومات وبينات المفككات وكيف يمكننا أن نعرف بالكفاءة الطاقية لنقول بأن تعريف البسيط هو أن كما يلي استخدام أيضا قدر أقل من الطاقة لتقديم نفس الخدمة لماذا نعلق مثل الأممية على الكفاءة الطاقية نحن في الوكالة نرى بأن 40% من انخفاض الانبعاثات غازات الدفئة ستتم بفضل تحقيق مزيد من الكفاءة الطاقية في السنوات المقبلة وهناك فوائد جمع يمكن جنيها من وراء تحقيق مثل هذا المستوى من الكفاءة الطاقية فعلى سبيل المثال الكفاءة الطاقية تزيد إذن مستوى الأمن الطاقي ويجعل البلد أقل اعتمادا على وردات مصادر الثاقة وإن يؤثر على الأسعار وتلك البلدان التي تحقق هذا المستوى من الكفاءة الطاقية يصبح أكثر قدرة على المؤلمون النفس ونحن نعرف بالمثال بأن هناك عمل الجاري كذلك كان في العديد من البلدان على ترميم القطاع الإسكاني وتحسين أدائه الطاقي ولنقول إذن بالتالي بأن الكفاءة الطاقية هي الحل السحري لتحقيق الكثير من الأهداف الملمشهدة لكن لماذا نحن بحاجة لمثل هذه البيانات القطاعية للطلب ولقد رأينا بحاجة إلى سياسة أفضل وإلى نماذج أفضل كذلك فإن رأيتم بأن القطاع الإسكان يمثل شوصا كبيرا من استهلاك البلد لمصادر الطاقة فعليها أيضا أن أرى كي أن نجد سبيلا لنقص ذلك الاستهلاك وذلك وخلال معادي النظري في أهم مصادر استهلاك أو أسباب استهلاك هذه الطاقة هل هو التدفئة أو الماء أو تدفئة المياه أو تدفئة الفضاء وإن قمنا أيضا بتفكيك هذه البيانات الخاصة باستهلاك الطاقة بحسب الغاية النهائية فسوف نتمكن إذن من وضع مؤشرات لكفاءة الطاقية وحكذا سوف نتمكن من تقييم إذن المستوى الاستهلاك بالنسبة للتدفئة أو بالنسبة لأغراض أخرى إذن هذا هو الهرم الذي يقدم لنا مختلف مستويات المؤشرات مؤشرات الكفاءة الطاقية فلدينا هنا إذن المؤشرات الأولى والأولية للكفاءة الطاقية ولكن هذه المؤشرات لا تختص بالكفاءة الطاقية ولكن هي أقرب ما هو موجود من مؤشرات في مجال الكفاءة الطاقية وهناك كذلك مؤشرات أخرى يمكننا استيعاد نبهها فتعرفون بأن نقوم بجمع الكثير من البيانات الخاصة بالاستهلاك أو الاستخدام النهائي وهذا ما سيساعد لنا كثيرا ولننظر الآن الآن إلى الأسباب التي تجعل هذه المعلومات هامة فباللون الأزرق أشرنا إلى إجمال الاستهلاك في قطاع الإسكان ولقد رأينا بأن الاستهلاك زاد بـ 1% في تلك السنة وما هناك باللون الأزرق الإجمالي الاستهلاكي لشخص الواحد وبإمكاننا بعد ذلك أن نرى إن كان هناك إذن صلة ما بين عدد السكان والمساكن ومستوى الاستهلاك ثم باللون الأصفر نرمز كذلك إلى الصلة الموجودة ما بين مستوى الاستهلاك والفضاء وهكذا فلقد رأينا بأن هذه النسبة تراجعت بحوالي 25% وبالتالي فما بين المعلومات بالأصفر تقدم لنا مختلفة عن ما هو مقدم باللون الأخضر والمتعلق إذن بالتدفئة بالنسبة للمسكن الواحد وهذا يعطينا فكرة عن كل العوامل التي تمشأ نها أن تؤثر على الاستهلاك النهائي كيف يمكننا الآن أن نحدد مختلف العوامل أو المحركات على بستوى قطاع الطاقة فهناك مؤشرات تشمل مجموعة من القطاعات نتبعها من قطاع الفلادي والحديد والكيميائيات وغيرها من القطاعات وهي قطاعات تم إذن دمها في الأرصد الطاقية ونحن بحاجة إلى الحصول على بيانات النشاط وذلك سواء تعلاق الأمر بالإنتاج المادي أو القمى المضاف وصف أعطيكم هنا بعض الأمثلة عن المؤشرات التي يمكننا وضعها وذلك على أساس البيانات التي نجمعها فنحن على سبيل المثال يمكننا أن نعد مؤشرات خاصة بالكثافة الثاقية لطن الإسمة الواحد وهذه المؤشرات وكذلك بنسبة القيمة المضافة وهناك تكامل لنشت محتمل ما بين هذين المؤشرين أما في مثالكم بقطاع الإسكان فنحن نميز هنا ما بين الاستخدام النهائي وغيرها من الاستخدامات وبالتالي سواء تعلق الأمر بالتدفئات وزاعة البضاء أو الأولئية والطهي والإنارة وننظر إذن إلى عدد المساكن المأهولة وعدد السكان والمساكن التي يستخدم غير مأهولة وكذلك المساكن لقضاء العطل ونحن نمعن النظر في هذه الفئات من المساكن وذلك لأنها معلومات لها أهميتها فلا نود أن نخطئ أيضا في تقييمنا وتقديرنا لاستهلاك الطاقة لكل المساكن فهناك فرق ما بين المساكن المأهولة وغير المأهولة أو المساكن المأهولة بصفة مؤقتة هذه بعض الأمثلة عن المؤشرات الكفاءة الطاقية بالنسبة للمساكن ثم فيما يتعلق بقطاع الطاقة فمرة أخرى فلقد قمنا أيضا بال الفصل أو تمييز ما بين النقل الركاب والشحن بعد ذلك قمنا بالنظر في هذه المؤشرات إلى أسليب النقل كما هي مبينة هنا وننظر كذلك إلى بيانات النشاط وأرصدة أو مخزون العربات ومتوسط الكيلومترات بالنسبة للراكب وكذلك المتوسط الأطنان المحمولة والمنقولة وننظر إذن بالتالي إلى هذا الرصيد الرصيد العربات وننظر بعدد الكيلومترات المقطوعة وإما بعدد الركاب أو الشحنات التي يتم نقلها وهكذا نتوصل إلى النتيجة مجدداً هنا أيضاً مثال آخر بالنسبة للخدمات لدينا منهجياتان أولوية قائمة على الاستخدام النهائي والثانية وفقاً للقطاعات الثانوية إذن نقسم القطاعات وفقاً للخدمات ونحسب استهلاك الطاقة وبيانات أنشطة هي أيضاً القيمة المضافة أو مساحة المكان أو عدد الموظفين ومجدداً مثال آخر عن المؤشرات وفقاً لكل مدينة عندما نحصل على تصنيف أو ترتيب للدولة نستطيع أن نقوم بتحليل الترزيئي مثلاً بالنسبة للشحن ونقل الركاب الأزرق هو استهلاك الطاقة للقطاع إنما نظرنا إلى نقل الركاب على اليمين نرى أن استهلاك الطاقة بقي نوعاً ما مستقراً مع بعض الزيادات والانخفاضات ولسيما بسبب شائحة كوفيد في العام 2020 إنما نظرنا إلى العناصر المختلفة نرى أن هذا النشاط ازداد على مر السنوات فيما بقي الاستهلاك النهائي مستقراً نوعاً ما وهذا هو أثر أو تأثير الكفاءة نرى الأخضر الخط الأخضر الذي ينخفض هذا يعني أن الأنشطة قابلتها أو قابلها كم أكبر من الكفاءة إذن نظرنا أو وضعنا كل هذه الأمور في منشور حول مؤشرات استخدامات الطاقة النهائية والكفاءة الطاقة لدينا هنا البومليكيشن أو المنشورات التي أدعوكم إلى الاتلاع عليها نحن نعلم أن جمع هذه البيانات هو أمر صعب وبالتالي نحن نعمل على الأدوات التي تسمح للدول بتعزيز هذا الموضوع الأداة الأولى هي خارطة طريق قفاءة الطاقة التي سوف تسمح للدول بتحديد الثغرات في تدبيرها المؤسسية خارطة الطريق هذه مخصصة للدول التي تريد أن تقيم أنظمتها أو أن تقيم قطة الطريق الخاصة بها أو أن تخلق خطة الطريق لها إذن هناك مؤسسات مختلفة تدخل في هذا إطار ليس فقط وزارات الطاقة بل هناك وزارات أخرى أيضا ونحن هنا أيضا بحاجة إلى الحوكم الرشيدة وأهداف واضحة لقد حددنا الأسئلة الرئيسة التي تساعد الدول على تقييم كفاءة الطاقة الخاصة بها وخطتها خطة الطريق وتسليم خطة جديدة وهذه الخطة أيضا تشكل توصيفا لحوكمة البيانات في عدد من الدول وهذا ما سيسمح لنا بالنظر إلى خبرات الدول الأخرى والمساعدة في حوكمة البيانات يمكنكم بالطبع العمل معنا إن أردتم يمكنكم التواصل معي بشأن هذا الموضوع الأداة الثانية التي نعمل عليها هي رزمة الأدوات طول كد أدركنا بعد العمل مع الدول أن عادة المكونات التي تسمح لنا بأن يكون لدينا هذا النموذج هي موجودة هناك بعض بعض الموازين الموجودة ولكن أحيانا تحتاج الدول إلى المزيد من المساعدة من أجل تصنيف بياناتها وبالتالي نحن نعمل على رزمة أدوات من شأنها أن تصد هذه الصغر وتعزز مستوى التحليل الذي بإمكان الدول أن تجريه من خلال تحسين السياسات في هذه الدول وأن رزمة الأدوات هذه سوف تتضمن دليلا أداة إكسل بالإضافة إلى استبيان استبيان تستطيعون إجراؤه في بلادكم كي تجمعوا المعلومات الضرورية للتول كت هذه وسوف نطبق هذه النماذج في الدول التي تريد أن تعمل معنا مع مشاريع محددة إن أرتم أن تطبقوا هذه النماذج في بلادكم بالطبع لا تترددوا في التواصل معي كي نفهم معا كيف نستطيع أن نمضي قدما في هذا المصار إذن هاتان الأداتان مهمتان جدا لذلك أشجعكم على التواصل معنا بهذا الشأن سوف أكتفي بهذا القدر وبالطبع أنا مستعد للإجابة على أي أسئلة شكرا دومينيكو على هذا العرض المهم بالطبع أن كفاءة الطاقة هي في سلم الأولويات على أجندة دول متعددة وأعتقد أن العمل الذي قدمته بإمكانه أن يعود بالفائدة الكبيرة على الدول ولا سيما العمل على مستوى خارطة الطريق لدعم الدول في تعزيز أو وضع مؤشرات لكفاءة الطاقة إن كانت لديكم أي أسئلة لدومينيكو تفضلوا بطرحها أو بكتابتها في المربع المخصص للأسئلة والأجواب نهمنا أن نسمع من الدول إن كنتم أنتم فعليا تقومون بسياغة أو بوضع هذه البيانات حول كفاءة الطاقة ومؤشراتها أو إن كنتم مهتمون بالعمل على هذا المجال وأيضا يهمنا رأيكم حول كيف نستطيع أن ندعمكم كي تعملوا مع الوكالة الدولية للطاقة من أجل وضع وتطوير هذه المؤشرات ما من أسئلة سؤال مجددا من عبير لا أدري إن كنت تستطيع قراءته دومينيكو نعم يقول دومينيكو هل أن مؤشر ثاني أكسيد الكربون بإمكانه أن يكون مؤثر كفاءة الإجابة هي نعم بإمكانه أن يكون مؤشر لانبعثات ثاني أكسيد الكربون نحن دائما يجب أن نعلم أن هذا المؤشر يتضمن بعض التحولات أيضا أو التغيرات فهذا المؤشر لا يقيص زيادة الكفاءة في مثلا معامل الطاقة التي تستخدم الغاز الطبيعي ولكن يتأثر وفقا لألبنة المختلفة مثلا إن كان لدينا تغيرات في معاملين معين بالطبع سنرى المؤشر يتغير ولكن ذلك لا يعني أنه يقيص الكفاءة بل هو يقيص تغييرا أو تغيرا في البنية بالطبع لدينا هذه الأمور في قاعدة البيانات ما هو الأثار إن كان هناك أي تغير بنيوي أو إن كان هناك أو إن كان هذا تدبير يتعلق بالطاقة أي مثلا تحسن موازين الطاقة في الفحم علينا أن ننتبه إلى هذا الموضوع شكراً دومينيكو تتعذر الترجمة لأن الصوت تتقطع نعتذر يمكنكم أن تتواصل مع دومينيكو أعتقد أنه سوف يكتب عنوان بريده الإلكتروني كتتمكن من التواصل معه عند الاقتداء أقترح أن ننتقل إلى عرض الأسكوة رأينا في العروض السابقة معلومات حول الكفاءة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا ولكن لا يزال من الصعب جداً أن نجمع البيانات ولكن هناك مصادر بيانات جديدة ومنهجية تمكن الاستعانة بها أدعو السيد كريستوف روحانا من الأسكوة لكي يتحدث عن تقدير الطاقة الشمسية واستخدام مصادر البيانات الجديدة لتقدير الطاقة الشمسية في دول المختار مرحباً جميعاً اسمي كريستوف روحانا أنا هنا اليوم لأتحدث عن استخدام مصادر البيانات الجديدة لتقدير الطاقة الشمس الشمسية يمكنكم سماعي يسألوا المتحدث نعم إذن الطاقة الشمسية هي مصدر للطاقة المتجددة يتنام ولذلك من المهم أن يكون لدينا بيانات كبيرة ودقيقة عن هذه الطاقة هذه البيانات يمكن استخدامها لاتخاذ قرارات مستنيرة حول نشر الطاقة والسياسات التقوية وغيرها وبالطبع هذا مصدر منتشر للطاقة المتجددة ولكن تقدير الطاقة الشمسية قد يكون صعبا بسبب قلة مصادر البيانات التقليدية هنا سوف أعطيكم لمحة عن محتوى أو مضمون العرض أولا سوف أتحدث عن مصادر البيانات الجديدة لتقدير الطاقة الشمسية ثانيا سوف نتحدث عن منافع استخدام مصادر البيانات الجديدة سوف أعطي مثالا عن أداة أسري جيو اي آي ومن ثم سوف أعطيكم قائمة بأدوات المفتوحة المصدر لتحديد الطاقة الشمسية سوف أعطي دراسات حالات وتحديات والفرص المتاحة أمامنا لاستخدام مصادر شديدة لجمع البيانات بالنسبة إلى مصادر البيانات الجديدة لتقدير الطاقة الشمسية فلنتعمق قليلا في هذه المصادر التي تعزز قدرتنا على تقدير الطاقة الشمسية أولا لدينا صور الأقمار الصناعية هذه أدوات مهمة من خلال الساتليت أو الأقمار الصناعية نستطيع أن نرى الواحة الطاقة الشمسية التي يتم تركيبها في جميع أنحاء العالم ونستطيع أن نرى أيضا التقدير الطاقة الشمسية لمنطقة معينة ونرى تطور الاعتماد على الطاقة الشمسية في منطقة معينة لدينا أيضا بيانات الطاقس فالطاقة الشمسية تتأثر بشكل كبير بالطاقس من خلال تحليل البيانات الطاقس نستطيع أن نتوقع توليد الطاقة الشمسية ونحصل على المزيد من المعلومات لدينا الـ IOT بيانات الـ IOT في هذا العصر أعتقد أن الواحة الطاقة الشمسية باتت تصبح ذكية من خلال Internet of Things نستطيع أن نتعقب الأمور توليد الطاقة الأداء أداء الواحة الطاقة الشمسية ونستطيع أن نعالج هذه البيانات لكي نتمكن من أن نقدر الطاقة الشمسية بالإضافة إلى ذلك لدينا بيانات وسائل التواصل الاجتماعي قد يبدو الأمر مفاجئا للبعض ولكن بإمكان وسائل التواصل الاجتماعي أن تكون منجم ذهب للمعلومات نستطيع أن نحدد المعلومات لأماكن حيث هناك اهتمام بالطاقة الشمسية وهناك البيانات المجمعة من الناس الناس في جميع أنحاء العالم يسمونها في أعطاء البيانات حول تركيب ألواح الطاقة الشمسية ومخرجات الطاقة المناسبة هذه المعلومات بإمكانها أن تقدم لنا معلومات قيمة كل مصدر بمفرده قوي ولكن إن جمعنا كل هذه المصادر تقدم لنا نظرة ثاقبة إلى عالم الطاقة الشمسية فلنتحدث عن فوائد استخدام هذه المصادر الجديدة أولاً هناك تعزيز للدقة وللتوقيت المناسب فهذه المصادر الجديدة تسمح لنا بالحصول على المعلومات ولكن المعلومات الدقيقة وبالوقت الصحيح تخيلوا أن يكون لديكم مثلاً فهم للطاقة الشمسية ولكل الأمور وهي محدثة وهنا تكمن قوة المصادر الجديدة بالإضافة إلى ذلك لدينا التكلفة المنخفضة فأن طرق معالجة البيانات القديمة فتكون مكلفة ومستهلكة للوقت ولكن الآن بطنا في حقبة حيث نستطيع الحصول على بيانات مهمة بشكل سريع وأقل تكلفة بكثير مما كنا عليه في الماضي بالإضافة إلى ذلك التقدير المتجزئ فالتفاصيل مهمة جداً البيانات تسمح لنا بالتعمق كانت تمكن من الحصول على تقدير مفصل للطاقة الشمسية وأيضاً هناك فهم محسن لأثر الطاقة الشمسية على البيئة وعلينا جميعاً هذه البيانات تسمح لنا بفهم نتائج الطاقة الشمسية على النطاق الواسع على شبكات الطاقة الخاصة بنا على البيئة وعلى مجتمعاتنا وفيما نعتمد هذه الموارد الجديدة نحن نحقق ثورة في مقاربتنا للطاقة الشمسية سوف أعطي مثالاً الآن لأداة نستخدمها في الأسكوا وهي أسري جيو أي آي تول أداة من الذكاء الاصطناعي حول تحديد شبكات الطاقة الاجتماعية هذه الأداة تسمح للمستخدم باستخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على البيانات الجيو مكانية هي تسمح لنا بتحديد أماكن الطاقة الشمسية من خلال صور الأقمار الصناعية تستخدم لوضع خرائط لهذه الألواح لتقدير الطاقة الشمسية وتقفي أو تعقب اعتماد الطاقة الشمسية كيف تعمل هذه الأداة؟ إذن نحن نكتشف هذه الأمور من خلال مجموعة من صور الساتيلايت التي فيها ألواح الطاقة الشمسية من خلال هذه النماذج نستطيع أن نرى الحجم والانتشار وكل هذه التفاصيل المتعلقة بالألواح الشمسية نتائج هذه الأداة هي كما يعني من خلال استخدام هذه الأداة نستطيع أن نحصل على خارطة دقيقة لأماكن ألواح الطاقة الشمسية ولكنها تسمح لنا أيضا بتقدير قدرة ألواح الطاقة الشمسية في منطقة معينة ونستطيع أن نحلل التوجهات والأنماط ونقوم بقرارات مستنيرة في مجال الطاقة الشمسية أما عن فوائد هذه الأداة الفوائد متعددة أولا نستطيع أن نحدد بشكل دقيق وفعال أماكن الواح الطاقة الشمسية وهذا ما يسمح لنا بالحصول على المعلومات سواء كنا ننظر إلى مدينة بعيدة أو إلى الحي بقرب مننا أداء هذه الأداة مهم جدا هناك أيضا إمكانية تكييفها مع المناطق الكبيرة هي قائمة إذن على الكلاود وهي سهلة الاستخدام العمل في الكلاود يسمح لنا بإمكانية نفاذ أفضل وهي سهلة حتى أولئك الجدد في هذه الأداة يسهل عليهم استخدامها بالإضافة إلى ذلك يمكن إدراجها مع برمجيات أخرى إذ أنها متكيفة مع برمجيات أخرى كنا تمكننا من استفادة منها بشكل أكبر بالإضافة إلى ذلك لدينا التخطيط القائم على البيانات فإن البيانات تصبح أساسية للسياسات التقوية والتخطيط وغيره بالإضافة إلى الكفاءة في مجال التكلف فمن خلال تخفيض الاستخدام الأدوات الأخرى نستطيع أن نوفرها بشكل كبير بالإضافة إلى ذلك لدينا فوائد أخرى وهي التخطيط للطاقة الشمسية وتنميتها البحوث والتحليل على مستوى طاقة الشمسية كي نتمكن من فهم هذه الطاقة بشكل أفضل بالإضافة إلى وضع السياسات وقيادة الحكومات والتعلم المستمر في الطاقة الشمسية ترون هنا مختصر لكيفية استخدامها أولا نحن بحاجة إلى النفاذ إلى RGIS Pro ونحن بحاجة إلى صورة ساتيلايت واضحة للمنطقة أما بالنسبة إلى الخطوات التي علينا اعتمادها من أجل معرفة أما كان ألواح الطاقة الشمسية من خلال هذه الأدات علينا أن أولا نفتح الأدات في RGIS Pro بعدها علينا أن نختار الصورة التي نريد تحليلها ثالثا علينا أن نضع الميزة التي نريدها ونضع RUN بالتالي نستطيع أن نرى أية ألواح الطاقة الشمسية ونسجلها في الخارطة سأعطيكم هنا قائمة صغيرة بالموارد الأخرى المفتوحة والمتاحة على الإنترنت من أجل تحديد ألواح الطاقة الشمسية هناك مبادرات من جوجل وهي مبادرة Sunroof لدينا OpenSolarMap أيضا وهي قائمة على معلومات السكان التي يقدمها السكان من جميع أنحاء العالم لدينا Solar GIS وهي منصة شاملة تقدم عملية التحديد ولكنها تقدم أدوات أخرى أيضا لتقدير قدرة الطاقة الشمسية بالإضافة إلى حاسب للطاقة والأهم هو Deep Solar وهو منتج طوره باحثون في ستانفورد وهو يستخدم إطار التعلم العميق من أجل تحديد لوائح الطاقة الشمسية بالاعتماد على صور الساتيليت سأتحدث عن أسات أخرى وهي Amazon AWS Solar Panel Detection يمكن أن تحسب مساحة ألواح الشمسية عبر الأقمار الصناعية وتسمح بـ هي عبارة عن منصة ومنظومة للكشف عن الألواح الشمسية وهناك أيضا هليوسكوب هليوسكوب يعتبر جوهرة للمعنيين لدى المعنيين وهذه أعداد تحليلية تسمح بالنظر بالطاقة الشمسية وتعلم تعاونة مع برنامج الممتحين المائي لوضع دراسات في مجال هليوسكوب أداة أخرى لجمع البيانات ويب سكرابينج من خلالي البحث عن حوافظ الحكومية ومشروعات الطاقة الشمسية عبر الإنترنت ثم أيضا ندخل بعد الطاقة الشمسية في عمليات مسح المنازل لنرى كيفية أو أنماط الاستهلاك من الضروري أن نفهم كيف يتفاعل السكان مع الطاقة الشمسية واعتمادهم لها هنا بإيجاز هناك عدد دراسات حالات أو حالات دراسية هناك أطلس البنك الدولي ثم مختبر مصادر الطاقة المتجددة وسولارجيس ثم معهد دولي للمصادر الذي يستخدم الصور صور الأقمار الصناعية لحساب إمكانيات الطاقة الشمسية ثم هناك مختبر الوطني للمصادر الطاقة المتجددة إذن ينبغي هذا كلها ستساعدنا على فهم مستويات اعتماد الطاقة الشمسية الطريق فيه تحديات ضمان الدقة البيانات البقاء في السباق التكنولوجي نوعية البيانات وتناسقها البقاء على الخصوصية وأمن البيانات ثم المتطلبات الحاسوبية ولكن مع التصميم فإن المستقبل سيكون إيجابياً البيانات ليست فقط أرقام في جداول وإنما تساعد على التخطيط الاستراتيجي إن الاستثمارات في البناء التحدية تسمح بضمان الاستفادة من المصادر وبالنسبة للمستهلك النهائي هذا يعني أنه سيكون هناك برامج وحوافز للاستجابة للاحتياجات بالنسبة لنتائج النهوض بالطاقة الشمسية نرى أن هناك فوائد عديدة من خلق فرص عمل ثم تخفيف من بصمة الكربونية ومن وجهة نظر الجيوسياسية فإن الانتقال نحو لاستقلال الطاقة الشمسية يعني عدم الاعتماد بالكامل على الطاقة الحفورية بالاستنتاج طبعاً كما قلنا كل هذا له تطبيقات وأن الأبحاث والتحليلات والسياسات والأنظمة ستسمح بالمضي في هذه الرحلة وأن تفاعل بيانات والتكنولوجية سيغير من المشهد الاجتماعي بالاستفادة من نظام المعلومات الجغرافية وهذا تحول سيسمح أو سيتطلب بالتآذر التعاوني في وضع السياسات وتطوير أدوات وإعتماد النظم الشمسية في المنازل كلها الجميع يمكن أن يساهم نعم معاً يمكننا تحقيق هذه الرؤية شكراً شكراً لكريستوف على هذه النظرة الشاملة للمصادر المختلفة التي تسمح للبلدان بتقييم الطاقة الشمسية فيها ونتمنى أن يكون هناك دورات تدريبية للدعم البلدان على استخدام هذه الأدوات لا وقت ربما لاستخدام الأسئلة والأجوبة نعم هناك سؤال من أمير يقول هل قمتم بالتحقق من استخراجات ومخرجات والبيانات الحقيقية الجواب نعم عندنا بيانات بشأن طاقة الشمسية في طاقة في الشرق الأوسط وعلى سيما في لبنان هل من أسئلة أخرى؟ أرى إذن مرفوعة من دارلين عدمه؟ هل تسمعونني؟ نعم شكرا على هذا العرض المثير للاهتمام سؤال بشأن أود أن أفهم ما هي المنهجية هنا؟ هل لديكم أي حالات دراسية تطبيقية وما كانت عليه النتائج؟ هل الواب سكريبين؟ سكريبين؟ وظامة معلومات جغرافية مختلفة؟ هل يمكن الدمج بينهما؟ جواب نستخدم واتسكريبين لجمع المعلومات بشأن مجردات الأمور في الطاقة الشمسية ثم نضع النموذج نموذج ثم من مجردات المتحدة ويعطي تسعة وتسعين بالمئة من النتائج المطابقة للتقدير وهي طريقة جديدة لجمع المعلومات في حال لم يتم استخدام النموذج المودل؟ السؤال؟ تنظرون على الإنترنت هناك ويحدد المصانع الجديدة وتجدون تحصلون على أحداثياتها ثم تبحثون عن صور أقمار صناعية لتأكد من ذلك أليس كذلك؟ تماماً صحيح شكراً جزيلاً شكراً لدالين هناك سؤال آخر في نافذة الدردشة منذ استخدمتم طيف الصور هل يمكن لديب لرنينج مودل؟ سيمكن أن يحدد البوليس كريستالين أو مونو كريستالين أو أي أنواع أخرى؟ الجواب لا ليسوء الحظ شكراً سؤال من عبير كيف تفرقون بين نقوم بتحليل لصور الأقمار الصناعية نظرنا في صورة في 2019 نعرف أن الألواح الشمسية وضعت في 2016 ثم نستفيد من المودل لنرى ما الذي حصل في 2020 مثلاً شكراً لكريستوف انتهينا من الأسئلة على ما أظن وفا هل ستبقين معنا؟ وإلا ربما ذو التودين قول شيء ما سأبقى معكم وأقول للمشاركين نحن مستعدون لتقديم كل التوضيحات في حال أحتجتموها شكراً لكريستوف على هذه المحاضرة ننتقل إلى المحاضرة التالية بشأن أسعار الطاقة أسعار الطاقة عاشت أو شاهدت تقلبات في العام الماضي وهذا العام في إسر أزمة الطاقة وكيف أن الأسعار أسعار الطاقة ارتفعت ارتفاعاً هائلان في الكثير من البلدان ونحن في وكالة الطاقة الدولية نعمل مع الحكومات لجمعي أسعار الطاقة ليس فقط في البلدان الأعضاء وحتى في البلدان غير الأعضاء وأعطي الكلمة لبودرو كافاريو من وكالة الطاقة الدولية للحديث عن العمل الذي يقوم به بشأن أسعار الطاقة ومنهجية وكالة الطاقة الدولية المتعلقة ببيانات الأسعار نعم شكراً سنتحدث عن أسعار الطاقة وما نقوم به في وكالة الطاقة الدولية ومركز البيانات العالمية سأتحدث عن توجهات الجديدة ثم المنهجية وكالة الطاقة الدولية ثم قاعدة البيانات ثم بعض النقاط التي نبغي أن لا تغيب عن البال عندما نتحدث عن أسعار الطاقة نتحدث عن عن تأثير الأحداث على أسعار الطاقة على ما هو موجود على الشاشة نرى أسعار النفط الخام مع الوقت وتأثير الأحداث على الأسعار إن كان هناك عرض زيادة ثم هناك الكوفيد ثم ارتفاع الأسعار في أوروبا مؤخراً الأحداث تؤثر أو الأسعار تؤثر على حياتنا اليومية وتودي إلى تضخم الأسعار الأسعار الاستهلاكية هنا نرى منشتات أو عنوين عريضة مثلاً عن الأسعار في المغرب في السعودية أو حتى في فرنسا هنا ومؤخراً معدل التضخم أيضاً العالمي قد ارتفع إن جمع بيانات الأسعار قلت لدينا قاعدة بيانات تتضمن بيانات عالمية مع هذه البيانات يمكننا التوصل إلى الأرقام التي ترونها على الشاشة مثلاً هنا أسعار البنزين بالليتر بالدولار بالليتر ونرى الأسعار اختلاف الأسعار وفق اختلاف المناطق مثلاً منطقة ميناء المستهلكون ربما يضطرون أو يدفعون 43 سنت للليتر بينما في الأردن يدفعون دولار و 63 سنت ثم يمكن أن نعرف أن 18% من إجمال الناتج محلي مكرس للطاقة بين شأن منهجية وكال الطاقة الدولية عندما نتحدث عن أسعار الطاقة نتحدث عن أسعار المستهلك النهائي وهذه الأسعار مؤلفة من الأسعار دون الرسوم ثم هناك مجمل الرسوم مجمل الرسوم التي تنقص إلى ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى الرسوم هي تأتي من سياسات الحكومية ولأهداف معينة منها الضرائب البيئية ضرائب ثاني وسيد القربون إلى آخره مثلاً أحياناً هناك عدة رسوم على تختلف الرسوم باختلاف المنتجات والفارق بين هذه الرسوم وضريبة القيمة المضافة هي أن هذه الرسوم هي تفرض على الأحجام وأن قريبة قيمة الضيمة المضافة وهي تخص القيمة وهي موجودة في 174 دولة في العالم وهي تدفعها زبائن المتوسطين والنهائيين نحن نضمن كل أنواع الرسوم وضرائب بنفس الجدول بشأن قاعدة البيانات قاعدة البيانات مقسمة إلى مجموعتين البيانات المجموعة الأولى هي أسعار الطاقة التي تغطي 141 بلدان في العالم والثانياً مجموعة ثانية تغطي أسعار الطاقة التي تركز على بلدان OECD مع تفاصيل الرسوم والضرائب في بلدان ميناء في قاعدة البيانات تجدون أسعار السلاك النهائي دون تفاصيل عن الرسوم والضرائب وهي التي ليست متوفرة دوماً ثم هناك بيانات أيضاً كما قلت هناك بيانات عن أسعار عن معدلات الضرائب والرسوب إلى آخرين مثال هنا على الشاشة نرى ما هو في بيانات قاعدة البيانات بشأن يعني الغازولين البنزين والكهرباء بالأزرق مع تغير الأعوام تتغير الألوان مثلاً إذا ما جاءنا بالنظر بالأسعار الأسبوعية فإن التغطية تكون أقل مما هو مثلاً عام وإذا ما دخلنا إلى منطقة ميناء نرى أن هناك تغطية حسنة في عدد من البلدان مثل الجزائر والسعودية ولكن لا يزال هناك هامش لتحسين الأمور بالنسبة للرسوم والضرائب على الطاقة فإننا أدخلنا البيانات فقط في بلدان OECD بلدان منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي من أين تأتي هذه الأحصائيات؟ هذا يأتي من موسادة الرسمية، الوزارات، مكاتب الأحصاء الوطنية، المصارف المركزية، ومن مواقع الويب إلى آخره، وعادة البيانات تخص المنازل والقطاع والنقل، وقطاع الصناعة وقطاع النقل، هنا نرى مثالاً على المصادر، إحصائيات تونس، هنا من سعودية آرامكو، من السعودية، هنا من مصر أيضاً مكتب الوزارة الطاقة والثروة المعدنية أيضاً في الأردن. وأستعرض بعض المعلومات الأساسية التي نريد أن نتذكرها، فسعر الاستخدام النهائي يحتسب بطرقات تالية، وهي السعر قبل الدرائب، ثم الإجمال للدرائب، ونضيف إلى ذلك ضريبة المبيعات أو ضريبة على القيمة المضافة، ثم الرسوم، ومن الهمية بما كان XSFx، ومن الهمية بما كان أن نذكر بأن الأسعار النهائية التي تحدث عنها ليست ممثلة للأتاريخ، أتاريخ تحتسبها على نسب ثابتة بحسب سعر بيع بعض المنتجات المستهلاك، وبالتالي، فنحن نأخذ من الاتبار معلومات متعلقة بالدعم والمساعدات التي تقدمها، ومن ضمن الأمور التي نود أن نلفت عنايتكم إليها، فعملية جمع البيانات تتأخذ الكثير من الوقت، ومن الانتباع مكان التركيزي على المنهجية، فنظرنا إذن إلى، وبإمكانكم النظر إلى موقعنا، فستجنوا فيها الكثير من المعلومات والإرشادات، فيما يتعلقون من الجهاز اللي يجبت الاتباع، هذه مسألة بلغة الأهمية، وذلك لتحقيق المستوى المطلوب من الشفافية، كما أنا من شأن هذه المعلومات، أن تساعد المستخدمين على وضع المنهجية الملائمة، وعلينا كذلك أن نفهم طريقة جمع هذه المعلومات، خاصة في بلع علاقة بالأسعار، فإن قامت حكومتكم إذن بوضع نظام جديد لصرط الضرائب على هذه المنتجات، فعليكم أن تبينوا ذلك، وذلك حتى نتفهم إذن طريقة توزيع الضرائب بشكل أفضل، وعلينا كذلك أن نقول بأن هناك ثواظ البلان أطر متعددة للأسعار والضرائب، وبالتالي فقد نستفيد من تضمين مثل هذه المعلومات، لنقول على سبيل المثال إن كانت هذه النهج ثابتة أو محررة، أو هذه الأطر ثابتة، محررة أو مختلطة، ونظراً لهمية أسعار أطاق من هذه المكان، أن نتوصل إلى مجموعة من البيانات المهيكلة، وفي الختام نحن لسعداء بمساعدتكم في تطوير قدرتكم الوطنية في هذا المجال، كما أننا نتطلق دماغاً للاستماع إلى ردودكم واستفسارتكم فيما يتعلق أيضاً بهذه النظمة، ونحن سنكون لسعداء كذلك بالإطلاع على كل مخرجات هذا العمل. أشكرك السيد بيدرو كافرال لتقديمك لهذا العرض السريع عن الضرائب والأسعار الطاقة، ولقد كان هذا العرض بالفعل موجز ومراكز في نفس الوقت، ونحن بالفعل نهتم أيضاً بالجهود التي تبدو لها بولان البلدان الميناء، فما يتعلق بجمع المعلومات الخاصة بالأسعار والضرائب، هل هناك أيضاً أعمال جارية لجمع هذه المعلومات، وهل هناك من يقوم حالياً في بولان الميناء بالعمل على جمع هذه البيانات، وهل هناك من يود أن يقدم الانتجرته في هذا المجال، أي، أو إن كان هناك جهود تبدو لها بلدانكم على اختلافها في هذا المجال الجمعي، البيانات الخاصة بالأسعار والضرائب، هل تودونا طرح أسئلة؟ هل لديكم أسئلات واجهونا إلى بيدرو؟ هل كان كل شيء واضح؟ أنا أود أن وضح شيئاً بيدرو، أو أن نستوضح شيئاً، فلقد حدثت عن أكسيس تاكس، وكذلك درائب على المبيعات أو القيمة المضافة، ولكن هل تأخذ من الاعتبار كذلك الدعم المقدم؟ وهل هذا مبين إذن في هيكل الأسعار؟ بالفعل، يقول بيدرو، نحاول أن نفهم ما هو متوسط الأسعار الذي يستخدمه أو يدفعه المسالك النهائي، وبالتالي فنحن نهتم كذلك بهذا الجانب، أي الدعم بما في ذلك درائب أو رسوم الأكسيس. أشكرك بيدرو على هذه الإضافة، أرى بأن وفاء تطلب الكلمة، وفاء سيدة وفاء، أود أن أذكر، أود أن أضيف كذلك عن أن الـ CPI التي تشمعها البلدان، هذا أمر بلغ الأهمية، ودول الأعضان قد تكون لها معلومات كثيرة متعلقة بالغاز والنفط، في ما يسمى بـ CPI basket أو سلة لـ LCPI، وبالتالي نحن نود أن نحصل على معلومات أكثر تفصيلة بهذا المجال كما أشر إليه بيدرو. وللأسف الشديد، فالعديد من الدول لا تنشر معلومات CPI، ومع أن هذا المؤشر من المؤشرات الهمة، ولذا فنحن نشجع البلدان على نشرها، فهذه المؤشرات تعطينا الكثير من المعلومات عن الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلكة النهائية، وعلينا نحن أن نربط كل هذه المعلومات. أشكرك السيدة وفاء على هذا التوضيح، هل من أسئلة أو مساهمات؟ إن لم يكن الأمر ذلك، هل بإمكاني أن تقدم بعض المعلومات الإضافية؟ لا، لقد قمت باختصار كل المعلومات، أجبتكم وتعطيكم في عرض هذا. حسناً، ليس علينا إلا أن الآن ننتقل إلى العرض الأخير، وهو عرض يتعلق إذن بالاستراتيجية جمع البيانات المبتكرة، وبعد الاستماع إلى اليونسكو الخاصة بالطقة الشمسية، أنا أود أن نقدم لكم هذا العرض الخاص بالبيانات الجيوفضائية، وهي بيانات من شأنها أن تساهم في تحليل بعض التوشوهات في بعض القطاعات، وسوف نعطي الكلمة بالتالي إلى ذرن الإضامي، حتى يقدم لنا هذا العرض. حسناً، سيدة والسادة، أنا ساعدنا بتقديم هذا العرض. أنا ذرن أمي، وأنا مختص في تحليل القطاع الطاقة في أفريقيا، وأركز بشكل خاص على بيانات الجيائيس، أي نظام البيانات والمعلومات الجغرافية والجيوفاة الفوضوية، وسأقدم لكم إذن عرضاً عن طريقة استخدام هذه التكنولوجيات في مجال قطاع الطاقة، أو في مجال الطاقة. سوف أبدأ بالقول بأنني سعيدنا بتقديم هذا العرض ليلي عرض هذا العرض السابق، فقد كان ذلك العرض السابق خير تمهيد ومدخل لعرضينا، ولحجة هنا للتعريف بهذه البيانات، فأعتقد بأن العرض الذي قدم قبلي أعطاكم فكرة جيدة عن طبيعة هذه المعلومات، معلومات وبيانات الجيائيس. نحن نتحدث عن بيانات تمتاز بخاصية فريدة من نوعها، هذه البيانات تعطينا معلومات عن مرجية البيانات، موثة معقية على مستوى الكو. وعلى سبيل المثال، فهذه البيانات تعطينا بعدا إضافيا، فإن كنا نتابع كذلك على سبيل المثال، نوع من الأنواع المهاجرة، فهذه البيانات سوف تعطينا مجموعة جديدة من البيانات. وهناك تطبيقات عدة لهذه التكنولوجية، فهي تذهب إلى موابعات من مجرد وضع الخريطة، وهي التكنولوجية التي تستخدم على مستوى القطاعات الشتى، سواء تعلق الأمر بقطاع الزراعة أو تخطيط الخدمات الصحية، وليس فقط على مستوى قطاع الطاقة. سأستعرض إذن بشكل سريع هذه البيانات، بيانات LGIS، وطريقة استخدامها في قطاعنا. إذن كيف يمكننا أن نعرف بهذه البيانات الجيو فضائية؟ هذه كما سبق وذكرت، هذه البيانات تعطينا معلومات إضافية تتعلقوا بالتموقع على وجه البسيطة، وهناك العديد من التطبيقات الأساسية التي نستخدمها يوميا، والتي تستند إلى المعلومات الجيو وفضية. فعندما تبحثون عن مكان ما عن طريق الـ Google Maps أو غيرها من الأدوات، فكل هذه البيانات إذن مستمدة من الـ GS data. وهناك ما يسمى بالـ vector data والتي يتم إذن تقسمها إلى بيانات، مثلت مجموعات من البيانات، هناك النقاط الـ points وهكذا، فنبين إذن بعض المنشآت أو الخدمات الأساسية كمغفر الشرطة أو السيدلة. وهناك كذلك مجموعة ثانية من البيانات على شكلة خطوط، وهذا ما يمكن استخدامه إذن للإشارة إلى الطرقات، ثم هناك مجموعة ثالثة من البيانات، وهي على شكلة الـ Polygons. وهذه الرسوم هي رسوم إذن ترمز إلى أماكن ومواقع محددة. وهذه المجموعات الثلاث من البيانات تستخدم لتحديد موقع ومكان بعض المنشآت. وفي بعض الحالات نستخدم إلى مجموعات إضافية من البيانات، وهي البيانات التي تمتد على مدى فضائنا محددين، وهذا نوع من البيانات يمكن الحصول عن طريق الـ GS. وهذا ما يسمى إذن بـ Reister Data، وهذا هو هذه البيانات التي يفضل قبراء الـ GS استخدامها. وهي Reister Data هي كناية إذن على بيانات قائمة على مستوى الشبكة. وهذا ما يسمح إذن بتوصل إلى معلومات، تتمدى على مدى المكان محدد أو فضائنا محدد، وهكذا. فإن بإمكاني أن ننطلق من شريحة معيدة أي البوليغونات، وهذه البوليغونات هي كناية عن مباني، وفي هذه الحالة صار بأن هذا البوليغون يشير إلى عدد من المباني، والتي يمكن أن نقدمها على شكلة مختلفة أي كأرقائم، فلدينا إذن بيكسل، ولكل بيكسل خصائص، وهذا البيكسل بإمكانه أن يشير كذلك إلى مجموعة من البيانات المستمرة المتوصلة، وهنا على سبيل المثال، هذا البيكسل يشير إلى عدد السكان المقدر في هذا المبنى. وكما ترون، فبفضل هذه المعلومات والبيانات بإمكاننا أن نقدم معلومات بطرق مختلفة، فبإمكاننا نستخدم أيضاً أن نقدم هذه البيانات والمعلومات عن طريقة شكلة ريستر، وهكذا بإمكاننا أن نحدد بشكل يسير ميسر مكان تركيز السكان في مدينة معينة، وهنا نرى بأن هناك أيضاً حائية به بيكسلات باللون الأصفر، وهو المرتبط أيضاً برقم 354، وهذا معنى بأن هناك أيضاً في المتوسط 354 شخص أو نسمة بالنسبة للبيكسل الواحد. السؤال الذي المطروح وكيف يمكننا أن نضع مثل هذه البيانات بيانات الـ GSS؟ وقد تكون هذه التكنولوجية جديدة مستجدة بالنسبة لكثير منكم، فنحن لدينا إذن مجموعات من البيانات، ويكونوا بيانات موثوق بها، فهناك إذن هناك من يجد مختلفة يمكن استخدامها لجمع هذه البيانات، فهناك بالمثال المسوحات التي تتم معها في الميدان، وهذا ما يتم القيم به في العديد من القطاعات، فتنظم إذن مسوحات وتجرى منحاتها في الميدان، ومستخدمين لذلك ملسامة بالجيو تايبيغ، أي أننا نقوم إذن بتحديد تموقع ذلك المكان بحسب خطوط العرض، ويمكننا كذلك أن نستخدم كذلك أدوات الـ GPS، أو أن نستخدم كذلك، يمكننا أن نضع هكذا معلومات خاصة بتموقع ذلك الجهاز، وذلك بحسب خط العرض والطول، وهكذا سوف نتوصل إلى النتيجة، ويمكننا كذلك أن نستعين في بعض الحالات، بالتكنولوجية الـ GPS، وذلك لأن الحقول أو الميدان المعني بالأمر هو كبير للغاية، ولن نمكننا من إجراء مسح فيه، وبإمكاننا كذلك نستعين بالبيانات التي تأتينا أيضا من المستخدم، وكذلك المعلومات والبيانات التي تأتينا عن طريق الـ ومستشعاري عن بعض أي صور الساستيلية، وبفضل هذه البيانات، سوف أتمكن إذن من تحديد مكان تموقع هذه اللوحات الشمسية، ونحن نعرف بأن هناك الكثير من الخرائط التي أعدت في وقت لم تكن فيها هذه التكنولوجية متاحة أو متطورة بمثل هذا الشكل، ويمكننا اليوم من خلال هذه البيانات كفة أن نحدث تلك الخرائط، عن طريق إذن استخدامنا للـ ومن أجل رقمناتها، وهذا سيسمحنا كذلك من تحسين البيانات وتحقق من صحتها، أما الآن أود أن نقدم لكم بعض البيانات المستخدمة في قطاعنا، قطاع الطاقة. إذن تحدثنا عن الـ هنا نستطيع أن نتحدث عن موقع المعامل، معامل الطاقة، أنبيب الطاقة، ليس فقط النقاط، يمكن أن نكون هناك أنبيب، أو مناطق الاستكشاف، يمكن أن نرى ما هي المناطق الملائمة لإنتاج الطاقة التي نريدها، يمكن أيضا أن يكون لدينا هناك مناطق تنظيمية وسياستية، وهي مناطق غاصة، فيها مثلا أحكام وقيود واضحة، مثلا موقف عام، لا نستطيع في هذا الموقف أن نبني معملة طاقة، أو أن مثلا نضع أي أمور تتلائم، أو غلاء تتلائم القواعد العام، كل هذه الأمور نأخذها بعين الاعتبار، عند إذن إجراء التقييم، وإجراء دراسات الجدوى قبل إقامة معملة طاقة، وبالطبع نقاط استهلاك الطاقة عندما نقوم بالتخطيط، وأعتقد أن بعضكم يعمل أيضا مع بعض المرافق في بلادكم، بالطبع وجود موقع محدد ومعلومات حول المواقع والمناطق الصناعية، يشكل أمرا محوريا وأساسيا إن أردنا فعليا أن نخطط بشكل ملائم، مثلا توزيع المعمل أو تحديد نطق العمل، إذا هناك معامل تتوسع بين أمكان الصناعية، بناء مرافق جديدة أو مثلا بناء جديدة لهذه المعامل. كما ذكرت الرسترز نحن نستخدمها من أجل تحليل أي ميدان أو تحليل الأرض، نحن نستطيع هنا أن نستخدم مثلا مستوى ارتفاع، أن نماتش ارتفاع هذه النقاط، ونستخدم هذه المعلومات مجددا للتخطيط بشكل ملائم للبنى التحتية، لأن هذه العوامل، العوامل المهمة، يجب أخذها منها عن الاعتبار، غطاء الأرض أيضا، هو أمر يجب أن نأخذه عن الاعتبار، علينا أن نرى إلى كثافة الخضار، إلى المناطق الحضارية، إلى هلأت التي تتولى موضوع المياه، وننظر إلى المناطق الصحراوية، إذن هنا علينا أن ننجع إلى تحليل، ونحدد كل هذه المناطق، لنرى ما هي المنطقة الأكثر ملائمة من أجل إنشاء مرفق ثقوي، الصور الحرارية، وهذا ممثل ما ذكرناه، من خلال الصور الأقمار الصناعية، لنحدد ما هي المناطق، حيث بإمكاننا الحصول على قدرة عالية من الطاقة الشمسية، لكي نتمكن من النظر في إمكانية وضع ألواح الجمسية، والأمر سيئا أيضا بالنسبة إلى توزيع الطاقة أو الموارد، وسوف أريكم مثالا عن هذا الموضوع بعد حين، بعض الأمثلة هنا من OpenStreetMap، وهي أداة مفتوحة المصدر على الإنترنت، نرى هنا خطة توزيع البنى التحتية، نرى هنا من خلال اختلاف الألوان، التقنيات البصرية، نرى رموز الألوان بالنسبة إلى الفولتاجات المختلفة لخطوط الطاقة، رموز مختلفة لأنواع المعامل، من خلال إلقاء نظرة فقط على الخرائط وعلى الصور، نستطيع أن نحصل على لمحة عامة عن النظام الطاقوي في هذه المنطقة، وأنا هنا أتحدث عن المناطق المجاورة للقاهرة، هذا ما نراه حالياً، المناطق المجاورة للقاهرة، ولكن من خلال تطبيق تقنيات خاصة بالبيانات الجغرافية المكانية، نستطيع أن نحدد المناطق، مثلاً حيث نتوقع توسيع المعامل في المستقبل، وتعزيز مثلاً المعامل الموجودة، أو بناء معامل جديدة، مثلاً حيث يتوقع زيادة الطلب على طاقة معينة بسبب وجود مرفق جديد. بالعودة هنا إلى ما تحدثنا عنه مسبقاً، نستطيع أن نرى هنا المثال المتعلق بقدرة الطاقة الشمسية، هنا أركز على سرعة الرياح، نأتي هنا من المصدر ذاته الذي ذكرناه فيه السابق، وهو مشروع قام به البنك الدولي من أجل تقدير الطاقة الشمسية، كما نرى هذه المعلومات وهنا موضوع بهذا الشكل، كما نرى هناك قيمة تترجم برموز ألوان معينة لسرعة رياح مائة متر، ونرى هنا السرعة من صفر إلى عشرة أمتار في الثانية، فيما يتعلق بالألوان بالنسبة إلى سرعة مائة متر، إذن يتم تقييم هذه الصور من خلال الصور القاكمار الصناعية، نأخذ مع الاعتبار شكل الأرض بالطبع في هذه المناطق، ونقوم بدرس كيف بإمكان تطور الرياح بناء على نماذج موجودة ووفقاً لشكل الأرض، بشكل سريع، كيف نطبق ذلك في الواقع؟ بالطبع هذا عرض قصير، لم أرد أن أشمل كل التقنيات والأدوات المتعلقة بالبيانات الجغرافية المكانية، ولكن هنا ترون قائمة بالأدوات والتقنيات المستخدمة للبيانات الجغرافية المكانية، بالطبع سوف أوزع عليكم هذا العرض في وقت لاحق، هناك تطبيقات مختلفة، هناك نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالبيانات الجغرافية المكانية، هناك إذن نظم المعلومات الجغرافية، هناك استخدام الساتيليت أو الأقمار الصناعية من أجل تحديد بنى تحتية معينة لإجراء تحليلات معينة، تحليل المكاني، هناك برمجيات مخصصة لإجراء تحليلات مكانية مكيفة، أحياناً مع أنظمة المعلومات الجغرافية، نستطيع أن نكيف بشكل كامل ونأتمت العمل الذي نريد القيام به، وبالإضافة إلى موارد أخرى كـ وضع الخرائط، موارد البيانات أو مصادر البيانات، بالإضافة أيضاً إلى أدوات أخرى ذات الصلة، نستطيع الاستعانة بها من أجل إنشاء قاعدات بيانات، والحصول على خوادم مصممة للعمل مع بيانات الـ GIS. التحديات والفرص أعتقد أنها مشابهة عما نتحدث عنه في البيانات بشكل عام، فيما يتعلق بالتحديات، دقة وسلامة وصحة البيانات، وهذا أمر تحدثنا عنه مسبقاً، إمكانية العمل الداخلي، وهذا أمر أساسي بالنسبة للـ GIS، فكما نرى أن بيانات الـ GIS لديها أشكال مختلفة، تحدثنا عن شكلين، ولكن كل شكل يختلف بشكل كبير عن النوع الشكل الآخر، resource limitations أو القيود الموضوعة على الموارد، بالطبع أن معالجة بيانات قد تكون تستهلك وقتاً طويلاً، وتستنفذ كل المواد، بالطبع خصوصية البيانات وأمنها والإطار التنفيذي، أما من الناحية الأخرى فالفرص كثيرة، أولاً تعزيز عمليات صنع القرار، فمن خلال هذه البيانات نستطيع أن نخطط مع الأخذ بعين الاعتبار الصورة الكبرى، ولكن أيضاً مع الأخذ بعين الاعتبار المواقع الخاصة والتفاصيل المحددة عندما نجري التحليلات، بالطبع هناك الفرص الأخرى أيضاً الموجودة هنا على الشاشة، نحن بحاجة إلى تعاون بين الأقصام، بين الوزارات، مشاركة العامة من خلال استخدام بيانات GIS هذه لتحقيق المسطح العامة، لتحقيق المسطح العامة، لأنها بالطبع هي سهلة الفهم نسبياً إن قدمناها بطريقة بسيطة ومفهومة لأشخاص من غير الخبراء. بناء القدرات والشركات الدولية، أعتقد أنه من خلال الأسكوا ومن خلال المركز الإقليمي للطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة والوكالة الدولية للطاقة، نستطيع أن نبني هذه الشركات الدولية، وإن توصلتم معنا، نستطيع أن نساعدكم أيضاً في مسعاكم، سوف أترك دراسات الحالات في الملحق، هناك دراستين محددتين كنا نعمل عليهما، فقط لنعطيكم أمثلة عن ما بإمكانكم قيام به مع GIS. شكراً، أمل أنني لم أخذ الكثير من وقتكم، وأنني كنت واضحاً بما يكفي. شكراً، شكراً على هذا العرض دارلين، أعتقد أن الجميع استفاد من هذا العرض، والجميع سوف يحاول أن يطلع على هذه الأدوات التي تشاركتها معنا، أرى سؤالاً أو سؤالين في التشات بوكس. إذن هل تخططون أو هل تنوون نشر هذه البيانات؟ هذا هو أحد الأسئلة. لست متأكداً عن أي بيانات يتحدث الشخص الذي طرح السؤال. نعم، البيانات التي هي بحوزة الوكالة الدولية للطاقة المتعلقة بالGIS. نعم، أستطيع ربما أن أعود إلى الشريحة التي وضعتها كأنكس أو كملحق، إذنها بإمكانها أن تعطينا بعض الأمثلة. مثلاً، هناك تحليل كنا نقوم به أو قمنا به مؤخراً. في السنوات الأخيرة. مثلاً، عن أداة التعقب لقد أنشأنا شراكة مع النازع ومع وكالات أخرى لكي نستخدم أدواتها من أجل تحديد التسريبات التي تحصل في المرافق العاملة في قطاع النفط والغاز بشكل عام. وبالطبع هذه البيانات متاحة. ولدينا نظام انذار. كلما كان هناك مثلاً عملية حرق أو عملية تسريب نحصل على أنذار أو يحصل أصحاب المصلحة الرئاسيين على أنذار. إذن بالطبع أعتقد أن وكالتنا تشكل المصدر الأساسي للبيانات الآن. وخصوصاً نظراً لمكونات الجي آي أس. وأعتقد أن كل بياناتنا هي بيانات جي آي أس. لأن كل البيانات التي تحدثت عنها بيدرو في وقت سابق. عندما نقدمها على خارطة ونقول أن هذا هو سعر هذا الطق في هذا البلد وذلك البلد. ونعود إلى الأسعار الأخرى أيضاً. هذا ما يعطينا فكرة شاملة عن التنوع والتفاصيل التي نستطيع أن ندخل بها عند تقديم البيانات كي نوفرها للمستخدمين في القطاع. شكراً دايلين. سوف نوزع العرض على المشاركين. وبالطبع يستطيعون أن يتواصلوا معكم إن كانت لديهم أي أسئلة. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية ورشة العمل هذه. ولكن يمكنكم أن تروا في التشات بوكس تقييم أو مسح تقييمي. يتطالب منكم فقط بضعة دقائق لو سمحتم ولكنه يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة إلينا لأنه يسمح لنا بالحصول على معلومات وتعليقات من أجل ورشة العمل المستقبلية. أرى أيضاً أن شريكنا من شعبة الأحصاءات التابعة للأمم التحدة سيد ليوناردو وهو رئيس قسم الأحصاء. إذن ليوناردو معنا هنا هل لديك أي كلمات ختمية؟ نعم مرحباً زاكيا شكراً على هذه الفرصة. أنا رئيس أحصاءات الطاقة في شعبة الأحصاءات من UNST ونحن في نيويورك لدينا أيضاً برنامج لأحصاءات الطاقة ونحن نتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة لذلك أعطيتم هذه الفرصة لأقدم نفسي هنا وأشكركم على هذه الفرصة. أنا أرحب بكم في هذه الورشة المشتركة بين الوكالة الدولية للطاقة الأسكوا والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لدول الميناء منطقة الميناء. مهمتنا تكمن في المضي قدماً في نظم أحصاءات الطاقة في المنطقة ونقوم بذلك من خلال جمع البيانات التنسيق والتعاون الوطنيين بناء القدرات والعمل الممنهج والمنهجي. آمل أن ورشة العمل اليوم كانت مثمرة وأتطلع قدماً لرؤيكم في المستقبل. شكراً ليوناردو. قبل أن أعطي الكلمة الآن إلى روبيرتا لبعض الملاحظات الختمية أود أن أتوجه بالشكر لفريق الترجمة الذي ساعدنا خلال ورشة العمل هذه. شكراً جزيلاً مايا أعليم أبلي أسمى موسى وسينتيا. والآن أعطي الكلمة إلى روبيرتا للإدلاء بالملاحظات الختمية. شكراً زاكيا. أعتقد أن هذا التعاون كان تعاوناً إيجابياً ولسيماً بيننا جميعاً هنا لصالح هذه المنطقة. وهذا أمر يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة إلينا. نحن كما ذكر ليوناردو نريد أن نحسن البيانات. نريد أن نحسن فهمنا العام لمشهد الطاقة. لذلك أود أن أشكر هنا الأسكوا والمركز الأقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على مساعدتنا. وأود أن أشكر أيضاً الـ UNSD شعبة الأحصاءات في الأمم المتحدة ليوناردو لطالما عملنا معاً. هذا مشروع نموذجي للمستقبل. مشروع يرمي إلى تعزيز أحصاءات الطاقة بين الطاقة في منطقة الميناء. وأمل أننا فعلياً سوف نتمكن من العمل مع شركاء آخرين والاستفادة من المشاركين معنا في مختلف ورشات العمل المضي قدماً. أود أن أشكر الفريق الذي عمل جاهداً لتنظيم هذه الوارشة. زاكيا بالطبع كاريم مايكي وغيرهم نديم أونجلينا وكل الزملاء كي لا أنسى أحداً. كل الزملاء الذين ساعدونا في تنظيم هذه الوارشة. أشكر المتحدثين أيضاً من مختلف المنظمات. وأود أن أشكر بشكل خاص المشاركين. أمل أنكم ستتواصلون معنا في المستقبل كي نتمكن من التعاون معاً في أي عمل مستقبلي. نديم هل من أي كلمات ختمية؟ أو وفاء؟ لن أطيل الكلام. شكراً جزيلاً. وفاء تفضلي يقول نديم. فقط أود أن أشكركم جميعاً. نحن مسرورون لرؤية هذا التعاون. توقف هذا التعاون لسنوات ولكن حان الوقت الآن لكي نعود إلى منطقة الميناء ونرى كيف بإمكاننا أن ندعمها. شكراً نديم شكراً أود أيضاً أن أشدد على واقع أنه فيما يتخطى الأحصاءات في منطقة الميناء. لدينا مجموعة من البرامج والأنشطة وهي جميعاً جميعها تتميز ببيانات ذات الجودة العالية. صنحت لنا الفرصة للعمل مع عدد كبير منكم في المنطقة ونأمل أن نستمر في هذا التعاون. تأكدوا أن الأحصاءات سوف تبقى دائماً عنصناً أساسياً في تعاوننا وفي دعمنا التقني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. شكراً لكم جميعاً ولسيما. شكراً للمشاركين للزمالاء في الأسكوا وفي ركري وفي قسم شعبة الأحصاءات التابعة للأمم المتحدة. أمل أن يستمر تعاوننا في المستقبل. شكراً. شكراً جزيلاً للجميع. أتمنى لكم بقية نهار ممتع. وأتمنى أن ألقاكم مجدداً في الأنشطة المستقبلية وفي ورشات أخرى. شكراً إلى اللقاء. شكراً لكم.